حدثنا مصرف بن عمر من الأياني حدثنا يونس يعني ابن بكير قال حدثنا محمد بن إسحار حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن تعيد بن جبير وعقيمة عن ابن عباس قال لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا يوم بدر وقدم المدينة جمع اليهود في سوق بني قين قاع فقال يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا قالوا يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعيقون القتال إنك لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس وأنك لم تلقى مثلنا فأنزل الله عز وجل في ذلك قل للذين كفرون ستغلبون قرأ مصرف إلى قوله بئات تقاتل في سبيل الله ببدر وأخرى كافرة حدثنا مصرف بن عمر حدثنا يونس قال ابن إسحاء حدثني مولى إزيد بثابت حدثتني ابنة محيطة عن أبيها محيطة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غفرتم به من رجال يهود فاقتلوه فوثب محيطة على شيبة رجل من تجار يهود كان يلابسهم فقتله وكان حويطة إذ ذاك لم يسلم وكان أسن من محيطة فلما قتله جعل حويطة يضربه ويقول يا عدو الله أما والله لرب شحن في بطنك من مالك حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي مريرة أنه قال بين نحن في المسجد إذ خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود فخرجنا معه حتى جئناهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال يا معشر يهود أسلموا تسلموا فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلموا تسلموا فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد ثم قالها الثالثة اعلموا أنما الأرض لله ورسوله وإني أريد أن أجريكم من هذه الأرض فمن وجد منكم بماله شيئا فليبع وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن داوود بن سفيان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي ومن كان يعبد معه الأوثان من الأوس والخزرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة قبل وقعة بد إنكم آويتم صاحبنا وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنتيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم فلما بلغ ذلك عبد الله ابن أبي ومن كان معه من عبدة الأوسان اجتمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم فقال لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ ما كانت تكنجكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم فلما تنعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا فبلغ ذلك كفار قريش فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدء إلى اليهود إنكم أهل الحلقة والحصون وإنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء وهي الخلافين فلما بلغ كتابهم النبي صلى الله عليه وسلم أجمعت من النظير بالغدر فأرسلوا إلى رؤول الله صلى الله عليه وسلم أخرج إلينا في ثلاثين رجلا من أصحابه وليخرج منا ثلاثون حضرا حتى نلتقي بمكان المنصف فيسمعوا منك فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا بك فقص خبرهم فلما كان الغد غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتائب فحفرهم فقال لهم إنكم والله لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني علي فأبوا أن يغطوه عهدا فقاتلهم يومهم ذلك ثم غدا الغد على بني قريضة بالكتائب وفرك بن النظير ودعاهم إلى أن يعاهدوه فعاهدوه فانطرف عنهم وغدا على بن النظير بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء فجلت بن النظير واحتملوا ما أقل في الإذن من أمتعاتهم وأبواب بيوتهم وخشبهم فكان نخل بن النظير لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة أعطاه الله إياها وخصه بها فقال وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَثْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ يقول بغير قتال فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها للمهاجرين وقسمها بينهم وقسم منها لرجلين من الأنصار وكانا دون حاجة لم يقسم لأحد من الأنصار غيرهما وبقي منها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في أيدي بني قاطمة رضي الله عنها حدثنا محمد بن يحيى بن سارس حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن ناك عن ابن عمر أن يهودا نظير وقريغة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بن نظير وأقر قريغة ومن عليهم حتى حاربت قريغة بعد ذلك فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المزنين إلا بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنهم وأسلموا وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودا مدينة كلهم بني قيمقاع وهم قوم عبد الله بن سلام ويهودا بني حارثة وكل يهودي كان بالمدينة حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزقاء حدثنا أبي حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر قال أحتبوا عن نافة عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر فغلب على النخل والأرض وألجأهم إلى قصرهم فصالحوه على أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة ولهم ما حملت ركابهم على أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئا فإن فعلوا فلا ذمت لهم ولا عهد فغيبوا مسكا لحيي بن أخطب وقد كان قتل قبل خيبر كان احتمله معه يوم بني النظير فين أجلية النظير فيهم حليهم قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لي سعية أين مسك حيي بن أخطب قال أذهبته الحروب والنفقات فوجدوا المسكة فقتل ابن أبي الحقيق وسبى نساءهم ودراريهم وأراد أن نجليهم فقالوا يا محمد دعنا نعمل في هذه الأرض ولنا الشطر ما بدا لك ولكم الشطر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي كل امرأة من نسائه ثمانين وثقا من تمر وعشرين وثقا من شعي حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن عمر قال أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيفر على أن نخرجهم إذا شئنا فمن كان له مال فليلحق به فإني مخرج يهود فأخرجهم حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهو أخبرني أسامة بن زيد الليسي عن نافع عن عبد الله بن عمر قال لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم على أن يعملوا على نفس مما خرج منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخركم فيها على ذلك ما شيء فكانوا على ذلك وكان السمر يقسم على السهمان من نفس خيبر ويأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم القمس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم كل امرأة من أزواجه من القمس مئة وط سمر وعشرين وط شعيعا فلما أراد عمر إفراج اليهود أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهن من أحب منكم أن أقسم لها نسلا بخرفها بئة وط فيكون لها أصلها وأرضها وماءها ومن الجرع مزرعة خرف عشرين وط فعل ومن أحب أن نعزل الذي لها في القمس كما هو فعل حدثنا جاود بن معاذ حدثنا عبد الوارث وحدثنا يعقوب بن إبراهيم وزياد بن أيوه أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم عن عبد العزيز بن صحي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزى خيبر فأصدناها عنوة فجمعته حدثنا الربيع بن سليمان المأذن حدثنا أسد بن موسى حدثنا يحيى بن زكريا حدثني سفيان عن يحيى بن سعيد عن بشير اليسار عن فهل بن أبي حتما ثقال فتما رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين نصفا لنوائبه وحاجته ونصفا بين المسلمين قسمها بينهم على ثمانية عشرة حدثنا حسين بن علي بن الأسود أن يحيى بن آدم حدثهم عن أبي شهاب عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أنه سمع نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فذكر هذا الحديث قال فكان النسف فيهام المسلمين وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزل النسف للمسلمين لما ينوبه من الأمور والنواة حدثنا حسين بن علي حدثنا محمد بن فضير عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن عجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على حيبر قسمها على تسة وتلاثين سهما جمع كل سهم مئة سهم فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمسلمين النصف من ذلك وعزل النصف الباقية لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائبنا حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي حدثنا أبو خالد يعني سليمان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار قال لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم خيبر قسمها على تسة وتلاثين سهما جمع كل سهم مئة سهما فعزل نصفها لنوائبه وما ينزل به الوطيحة والكيبة وما أحيز معهما وعزل النصف الآخر فقسمه بين المسلمين الشقا والمطاة وما أحيز معهما وكان سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أحيز معهما حدثنا محمد بن مسكين اليمامي حدثنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاء الله عليه خيبر قسمها ستة وثلاثين سهما جمع فعزل للمسلمين الشقر ثمانية عشر سهما يجمع كل سهم مئة النبي صلى الله عليه وسلم معهم له سهم كسهم أحدهم وعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سهما وهو الشقر لنوائبه وما ينزل به من أمر المسلمين فكان ذلك الوطيحة والكتيبة والسلالمة وتوابعها لما صارت الأموال بيد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لم يكن لهم عمال يكفونهم عملها فدعا رحول الله صلى الله عليه وسلم اليهود فعاملها حدثنا محمد بن عيثة حدثنا مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصاري قال سمعت أبي يعقوب بن مجمع يذكرني عن عميه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن عميه لمجمع بن جارية الأنصاري وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن قال أسمت خيبر على أهل الحديدية فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثمانية عشر سهمة وكان الجيش ألفا وخمسمائة فيهم ثلاثمائة فارس فأعطى الفارس سهمين وأعطى الغاجل سهمة حدثنا حسين بن علي العجلي حدثنا يحيى يعني ابن آدم حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن إسحار عن الزهري وعبد الله بن أبي بك وبعض ولد محمد بن مسلمة قالوا بقيت فقية من أهل خيبر تحقن فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحقن دماءهم ويسيرها ففعل فسمع بذلك أهل فدك فنزلوا على مثل ذلك فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أخبرنا عبد الله بن محمد عن جويرية عن نالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح بعض خيبر عنوة قال أبو داود وقرأ على الحارف بن مسكين وأنا شاهد أخبركم ابن وهب قال حدثني مالك عن ابن شهاب أن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها خلفة والكتيبة أكثرها عنوة وفيها خلفة قلت لي مالك وما الكتيبة قال أرض خيبر وهي أربعون ألف عدد حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس بن يدي عن ابن شهاب قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح خيبر عنوة بعد اقتال ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد اقتال حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس بن يدي عن ابن شهاب قال خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ثم قسم تائرها على من شهدها ومن غاب عنها من أفل الحديد حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن ذيب بن أسلم عن عبيد عن عمر قال لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح جاءه العباس بن عبد المطلب بأبي سفيان بن حرب فأسلم بمر الظهران فقال له العباس يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخ فلو جعلت له شيئا قال نعم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن حدثنا محمد بن عمر نغازي حدثنا سلمة يعني ابن القضل عن محمد بن إسحاق عن العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهل عن ابن عباس قال لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران قال العباس قلت والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه لألاف قريش فجلست على بغنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لعليم أجد لا حاجة يأتي أهل مكة فيخبرهم بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخذوا إليه فيستأمنوه فإني لأسير إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقا فقلت يا أبا حنظلة فعرق خوطه فقال أبو الفضل قلت نعم قال ما لك فداك أبي وأمم قلت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس قال فما الخيلة قال فركب خلفي ورجع طاحبه فلما أصبح غدوت به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم قلت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر فاجعل له شيئا قال نعم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه داره فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن قال فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا إسماعيل يعني ابن عبد الكريم حدثني إبراهيم بن عقيل بن معقل عن أبيه عن وهب بن منبه قال سألت جابرا هل غنموا يوم الفتح شيئا قال لا حدثنا نسلم ابن إبراهيم حدثنا سلامه مسكين حدثنا سافة للغناني عن عبد الله بن رباح من الأنصار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة صرح الزبير بن العوام وأبا عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد على الخير وقال يا أبا هريرة اتفر الأنصار قال اسلكوا هذا الطريق فلا يحرفن لكم أحد إلا أنمتموه فنادى مناد لا قريش بعد اليوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل دارا فهو آمن ومن ألقى الصلاحة فهو آمن وعمد صناديد قريش فدخلوا الكعبة فغفت بهم وطاف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلف المقام ثم أخذ بجنجتي الباب فخرجوا فدايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الأسلام قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل سأله رجل قال مكة عنوة تنهية قال إيش يضر كما كان قال فصلح قال لا حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا إسماعيل يعني ابن عبد الكريم حدثني إبراهيم يعني ابن عصيل ابن منبث عن أبيه عن وهب قال سألت جابرا عن شكل ثقيف إذ بايع قال اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا صدقة عليها ولا جهادة وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلم حدثنا أحمد بن علي بن سويد يعني ابن منجوف حدثنا أبو داود عن حمد بن سلمة عن حميد عن الحفن عن عصمان بن أبي العاف أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم فاشترطوا عليه أن لا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم أن لا تحشروا ولا تعشروا ولا خير في دين ليس فيه ركوع حدثنا هناد بن السري عن أبي أسامة عن مجالد عن الشعب عن عامر بن شهر قالوا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لي همدان هل أنت آت هذا الرجل ومرتاد لنا فإن رضيت لنا شيئا قبلنا وإن كرهت شيئا كرهنا قلت نعم فجئت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضيت أمره وأسلم قومي وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب إلى عمير دي مران قال وبعث مالك ابن مرارة الرهاوي إلى اليمن جميعا فأسلم عك ذو خيوان قال فقيل لعك انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ منه الأمان على قريتك ومالك فقدم وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله لعك ذي خيوان إن كان طاذقا في أرضه وماله ورقيقة فله الأمان ودمة الله ودمة محمد رسول الله وكتب قال بن سعيد بن العر حدثنا محمد بن أحمد القرشين وهارون بن عبد الله أن عبد الله بن زبير حدثهم قال حدثنا فرج بن سعيد حدثني عمي ثابت بن سعيد عن أبيه سعيد يعني ابن أبيض عن جده أبيض بن حمال أنه كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة حين وفد عليه فقال يا أخى تبأ لا بد من صدقة فقال إنما زرعنا القطن يا رسول الله وقد بدد السبأ ولم يبقى منهم إلا قليل بمأرب فصالح نبي الله صلى الله عليه وسلم على تبعين حلة بز من قيمة وفاء بز المعافر كل سنة عمن بقي من سبأ بمأرب فلم يزالوا يؤدونها حتى قدد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن العمال تقضوا عليهم بعد قب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صالح أبيض بن حمال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلن التبعين رد ذلك أبو بكر على ما وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات أبو بكر فلما مات أبو بكر رضي الله عنه انتقض ذلك وصارت على الصدقة حدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان بن عيين عن سليمان الأخوال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بثلاثة فقال أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنحف مما كنت أجيزهم قال ابن عباس وسكت عن الثالثة أو قال فأنسيتها وقال الحميدي عن سفيان قال سليمان لا أدري أذكر سعيد الثالثة فنسيتها أو سكت عنها حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو عاصم وعبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمع رفوض الله صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مستمع حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى والأول أتم حدثنا سليمان بن داود العتكي حدثنا جرير عن قابوس بن أبي غبيان عن أبي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون قبلتان في بلد واحد حدثنا محمود بن خالد حدثنا عمر يعني ابن عبد الواحد قال قال تعيذ يعني ابن عبد العزيز جزيرة العرب ما بين الوادي الى اقصى اليمن الى تقوم العراق الى الواحد قال ابو داود قرأ على الحارف ابن نسكين وانا شاهد اخبرك اشهب ابن عبد العزيز قال قال مالك عمر اجلى اهل نجران ولم يجلوا من فيناء لانها ليست من بلاد العرب فاما الوادي فاني ارى انما لم يجل من فيها من اليهود انهم لم يرواها من ارض العرب حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وه قال قال مالك وقد اجلى عمر رحمه الله يهود نجران وفدت حدثنا احمد ابن عبد الله ابن يونس حدثنا زهير حدثنا زهير ابن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال رفول الله صلى الله عليه وسلم منعت العراق قفيدها ودرهمها ومنعت الشام مديها ودينارها ومنعت نصر اردبها ودينارها ثم عدتم من حيث بدأتم قالها زهير تلات مراه شهد على ذلك لحم ابي هريرة ودوا حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام ابن منبه قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسعتمكم فيها وأيما قرية عفت الله ورسوله فإن قمثها لله وللرسول ثم هي لكم حدثنا العباس بن عبد العظيم حدثنا سهل بن محمد حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن محمد بن إسحار عن عاطم بن عمر عن أنس بن مالك وعن عطنان بن أبي سليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيد لدومه فأخذ فأتوه به فحقن له دمه وصالحه على الجزية حدثنا عبد الله بن محمد نفيل حدثنا أهو معاوية عن التعمش عن أبي وائل عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حال يعني محتلما دينارا أو عدله من المعافر قياب تكون في اليمن حدثنا النصيلي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن مصروف عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا العباس بن عبد العظيم حدثنا عبد الرحمن بن هانئ أبو نعيم النخعي أخبرنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن زياد بن حدير قال قال علي لئن بقيت لنصارى بني تغلب لأقتلن المقاتلة ولأتبين الزرية فإني كتبت الكتاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا ينصروا أبناءهم قال أبو داود هذا حديث منكر ولغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكارا شديدا قال أبو علي ولم يقرأه أبو داود في العربة الثانية حدثنا مصرف بن عمر اليامي حدثنا يونس يعني ابن بكير حدثنا أصباح بن نصر الهمداني عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي عن ابن عباس قال صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة النصف في صفر والبقية في رجل يؤدونها إلى المسلمين وعارية ثلاثين برعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين من كل طنف من أصناف السلاح يغذون بها والمسلمون ضامرون لها حتى يرزوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غدرة على أن لا تفدم لهم بيعة ولا يفرج لهم قص ولا لفتتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا قال إسماعيل فقد أكلوا الربا قال أبو داود إذا نقضوا بعض محفرط عليهم فقد أحدثوا حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا محمد بن بلال عن عمران القطان عن أبي جمر عن ابن عباس قال إن أهل فارس لما مات نبيهم كتب لهم إبليس المجوسية حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا سفيان عن عمر بن بينار سمع بجالة يحدث عمر بن أوث وأب الشعفاء قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم أحنف بن قي إذ جاءنا كتاب عمر قبل موته بسنة اقتلوا كل ساحر وفرقوا بين كلدي محرم من المجوس وانهوهم عن الزمزم فختلنا في يوم ثلاثة سواهر وفرقنا بين كل رجل من المجوس وحريمه في كتاب الله وصنع طعاما كثيرا فدعاهم فعرضت فيف على فخذ فأكلوا ولم يزلزموا وألقوا وقر بغل أو بغلين من الورق ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجع حدثنا محمد بن مسكين من اليمامي أحدثنا يحيى بن حسان حدثنا هشيم أخبرنا داود بن أبي هند عن قشير بن عمر عن بجالة بن عباة عن ابن عباس قال جاء رجل من الأسبديين من أهل البحرين وهم جوس أهل هجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكث عندهم ثم خرج فسألته ما قضى الله ورسوله فيهم قال شر قلت ما قال الإسلام أو القتل وقال عبد الرحمن بن عود قبل منهم الجزية فقال ابن عباس فأخذ الناس بقول عبد الرحمن بن عود وتركوا ما سنعت أنا من الأسبديين حدثنا سليمان بن داود المذي أخبرنا ابن وف أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبيت أن هشام بن حكيم بن حزام وجد رجلا وهو على حمد يشمس ناسا من القبط في أداء الجزية فقال ما هذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوث حدثنا عطاء بن السائر عن حرب ابن عبيد الله عن جده أبي أمه عن أبيه خال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور حدثنا محمد بن عبيد المحاربي حدثنا وكيع عن سفيان حدثنا عن عطاء بن السائر عن حرب ابن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال خراج مكان العشور حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن عطاء عن رجل من بكر بن وائل عن خاله قال عن خاله قال قلت يا رسول الله أعشر قومي قال إنما العشور على اليهود والنصارى حدثنا محمد بن إبراهيم البلداد حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد السلام عن عطاء بن السائر عن حرب بن عبيد الله بن عمير عن جده رجل من بني سغل قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت وعلمني الإسلام وعلمني كيف آخذ الصدقة من قومي ممن أسلم ثم رجعت إليه فقلت يا رسول الله كل ما علمتني قد حفظته إلا الصدقة أفأعشرهم قالنا إنما العشور على النصارى واليهود حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أشعث بن شعبة حدثنا أرقاة بن المنبر قال سمعت حكيم بن عمير أبا الأشوف يحدث عن العرباب بن سارية السلمي قال نزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ومعه من معه من أصحابه وكان طاحب خيبر رجلا ماردا منكر فأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ألكم أن تذبحوا حمرنا وتأكلوا ثمرنا وتضربوا نساءنا فغضب يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقال يضمعوك اركب فرسكة المنادي ألا إن الجنة لا تحل إلا لمؤمن وأن اجتمعوا بالصلاة قال فاجتمعوا ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فقال أيحسب أحدكم متكئا على أليكته قد يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن ألا وإني والله قد وعبت وأمرت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر وإن الله عز وجل لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أثن الكتاب إلا بإذنه ولا ضرب نسائهم ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم حدثنا مسدد وسعيد بن منصور قال حدثنا أبو عوانس عن منصور عن هلال عن رجل من سقي عن رجل من جهينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقاتلون قوما فتظهرون عليهم فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم قال سعيد في حديث فيصالحونكم على صرح ثم اتفقا فلا تصيبوا منهم شيئا فوق ذلك فإنه لا يطلق لكم حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا إذن وهو حدثني أبو صخر المدني أن طفوان بن سليم أخبره عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آذائهم دنيتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيته يوم القيامة حدثنا عبد الله بن الجراح عن جرير عن قابوس عن أبي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم جزية حدثنا محمد بن كثير قال سئل سفيان عن تسير هذا فقال إذا أسلم فلا جزية علىه حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن غير أنه سمع أبا سلام قال حدثني عبد الله الهوزني قال لقيت بلالا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلب فقلت يا بلالا حدثني كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان له شيء كنت أنا الذي ألي ذلك منه منذ بعثه الله إلى أن توفي وكان إذا أتاه الإنسان مسلما فرآه عاليا يأمرني فأنطلقه فأستقرض فأشتري له الغردة فأكتوه وأقعمه حتى اعترضني رجل من المشركين فقال يا بلالا إن عندي ساعة فلا تستقرض من أحد إلا مني ففعل فلما أن كان ذات يوم توضأت ثم قمت لأؤذن بالصلحة فإذا المشرك قد أقبل في عصابة من التجار فلما أنرآني قال يا حبشي قلت يا لبا فتجهمني وقال لي قولا غليظا وقال لي أتدري كم بينك وبين الشهر قال قلت قريب قال إنما بينك وبينه أربع فأخذك بالذي عليه فأردك ترعى الغنام كما كنت قبل ذلك فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس حتى إذا صليت العتمة رجع رفول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فاستأذنت عليه فأذنني فقلت يا رفول الله لأبي أنت وأمني إن المشرك الذي كنت أتدين منه قال لي كذا وكذا وليت عندك ما تقضي عني ولا عندي وهو صابتي فأذن لي أن آبق إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا حتى يرجع الله رسوله صلى الله عليه وسلم ما يقضي عني فخرجت حتى إذا أتيت منزلي فجعلت صيفي وجرابي ونعلي ومجني عند رأيه حتى إذا انشق عمود الصبح الأول أردت أن أنطلق فإذا إنسان يسعى يدعو يا بلال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت حتى أتيته فإذا أرضع ركائب مناخات عليهن أحمالهن فاستأذنت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر فقد جاءت الله في قضائك ثم قال ألم ترى الركائب المناخات الأربع فأنت بلى فقال إن لك رفابهن وما عليهم فإن عليهم كسوة وطعاما أهداهن إلي عظيم فدى فاربضهن واخضي بينك ففعلت فذكر الحديث ثم انطلقت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في المسجد فسلمت عليه فقال ما فعل ما فبلك قلت قد قضى الله كل شيء كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبقى شيء قال أفضل شيء قلت نعم قال انظر أن تريحني منه فإني لست بداخل على أحد من أهلي حتى تريحني منه فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة دعاني فقال ما فعل الذي قبله قال قلت هو معي لم يأتنا أحد فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وقفت الحديث حتى إذا صلى العتمة يعني من الغد دعاني قال ما فعل الذي قبله قال قلت قد أراحك الله منه يا رسول الله فكبر وحمد الله شفقا من أن يدركه الموت وعنده ذلك ثم اتبعته حتى إذا جاء أزواجه فسلم على امرأة امرأة حتى أتى مبيته فهذا الذي سألتني عنه حدثنا محمود بن خالد حدثنا مروان بن محمد حدثنا معاوية بمعنى ناد أبي ثوبى وحديث قال عند قوله ما يقضي عني فسكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتمزتها حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا أبو داود حدثنا عمران عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار قال أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة فقال أسلمت فقلت لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني نهيت عن زبد المشركين حدثنا عمر بن مرزوق أخبرنا شعبة عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقصعه أرضا بحضر موت حدثنا حق بن عمر حدثنا جانع بن مطر عن علقمة بن وائل بإسناده مثله حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن جاول عن فطر حدثني أبي عن عمر بن حريف قال خطى لي رسول الله صلى الله عليه وسلم دارا بالمدينة بقوس وقال أزيدك أزيدك حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقصع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الذكات إلى اليوم حدثنا العباس بن محمد بن حاسم وغيره قال العباس حدثنا الحسين بن محمد أخبرنا أبو أويس حدثنا كثير بن عبد الله بن عمر بن عوف المزني عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أقصع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها وقال غيره جلسها وغورها وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يعطيه حق مسلم وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى محمد رسول الله بلال بن الحارث المزني أعطاه معادن القبلية جلسيها وغوريها وقال غيره جلسها وغورها وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يعطيه حق مسلم قال أبو أويث وحدثني ثور بن زيد مولى بن الضيل بن بكر بن كنانة عن اكرمة عن ابن عباس مثله حدثنا محمد بن النضر قال سمعت الحنينية قال قرأته غير مرة يعني كتاب قطيعة النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو جاود وحدثنا غير واحد عن حسين بن محمد أخبرنا أبو أويث حدثني كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها قال ابن النضر وجرتها وذات النفط ثم اتفقا وحيث يخطف الزرع من قدس ولم يغطي بلال بن الحارث حق مسلم وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث المزني أعطاه معادن القبلية جلسها وغورها وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يعطي حق مسلم قال أبو أويث وحدثني ثور بن زيد عن أكلمة عن ابن عبدات عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا زاد ابن النضر وكتب أبي يكعر حدثنا قطيبة بن سعيد السخفي ومحمد بن المتوكل العسقلاني المعنى واحد أن محمد بن يحيى بن قيس المأربي حدثهم أخبرني أبي عن تمامة بن شراحيل عن سمي بن قيس عن شمير قال ابن المتوكل ابن عبد المدان عن أبيض بن حمال أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملف قال ابن المتوكل الذي بمأرب فقطعه له فلما أنولى قال رجل من المجلس أتدري ما قطعت له إنما قطعت له الماء العذب قال فانتذى عنه قال وسأله عما يحمى من الأراب قال ما لم تنله خفاق وقال ابن المتوكل أخفاق الإبل حدثني هاروم بن عبد الله قال 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 محمد بن الحسن المخزم ما لم تنله أخفاق الإبل يعني أن الإبل تأكل منتهى رؤوسها ويحمى ما فوقه حدثنا محمد بن أحمد القرشي حدثنا عبد الله بن زبير حدثنا فرج بن سعيد حدثني عمي ثابت بن سعيد عن أبي عن جده أبيض بن حمال أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حمى الأراك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حمى في الأراك فقال أراكة في حضاري فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حمى في الأراك قال فرج يعني بحضاري الأرض التي فيها الزرع المحاط عليها حدثنا عمر بن الخطاب أبو حفظ حدثنا الفرياب حدثنا أبان قال عمر وهو ابن عبد الله ابن أبي حازم قال حدثني عثمان بن أبي حازم عن أبي عن جده صخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزى ثقيفا فلما أن سمع ذلك صخر ركب في خيل يمد النبي صلى الله عليه وسلم فوجد نبي الله صلى الله عليه وسلم قد انصرف ولم يفتح فجعل صخر يومئذ عهد الله وذمته أن لا يفارق هذا القصر حتى ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفارقهم حتى نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إليه صف أما بعد فإن ثقيفا قد نزلت على حكمك يا رسول الله وأنا مقبل إليهم وهم في خيل فأمر رفور الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة جامعة فدعا لأحمس عشر دعوات اللهم بارك لأحمس في خيلها ورجالها وأتاه القوم فتكلم المغيرة بن شعب فقال يا نبي الله إن فخرا أخذ عمتي ودخلت فيما دخل فيه المسلمون فدعاه فقال يا فخ إن القوم إذا أسلموا أحرجوا دماءهم وأموالهم فادفع إلى المغيرة عمته فدفعها إليه وسأل نبي الله صلى الله عليه وسلم ما لبني سلين قد غربوا عن الإسلام وتركوا ذلك الماء فقال يا نبي الله أنزلنيه أنا وقومي قال نعم فأنزله وأسلم يعني السلميين فأتوا صخرا فسألوا أن يدفع إليهم الماء فأبى فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أسلمنا وأتينا صخرا يدفع إلينا ماءنا فأبى علينا فأتاه فقال يا صف إن القوم إذا أسلموا أحرجوا أموالهم ودماءهم فادفع إلى القوم ماءهم قال نعم يا نبي الله فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير عند ذلك حمرة حياء من أخذه الجارية وأخذه الماء حدثنا سليمان بن داود المهلي أخبرنا إذن وهوه حدثني سبرة بن عبد العزيز بن الربيع الجهني عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في الموضع المسجد تحت دومة فأقام ثلاثا ثم خرج إلى تبوكة وإن جهين تلحقوه بالرحلة فقال لهم من أهل ذي المروة فقالوا بن رفاعة من جهين فقال قد اقتطعتها لبني رفاعة فاقسموها فمنهم من داع ومنهم من أمسك فعمل ثم سألت أباه عبد العزيز عن هذا الحديث فحدثني ببعضه ولم يحدثني به كله حدثنا خسين بن علي حدثنا يحيا يعني ابن آدم حدثنا أبو بكر بن عياش عن هشان بن عروة عن أبيه عن أثناء بنت أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير نصلا حدثنا حفظ بن عمر وموسى بن إسماعي المعنى واحد قالا حدثنا عصول الله محسان العنبري حدثتني جدتايا طفية ودحيبة ابنتا عليبة وكانتا ربيبتي قيلة بنت مقرمة وكانت جدة أبيهما أنها أخبرتكما قالا قدنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا تقدم طاحبي تعني حريف بن حسان وافد بكر بن وائل فبايعه على الإسلام عليك وعلى قومك ثم قال يا رسول الله اكتب بيننا وبين بني سمين بالدهناء أن لا يجاوزها إلينا منهم أحد إلا متاشر أو مجاوز فقال اكتب له يا غلام بالدهناء لما رأيته قد أمر له بها شخص بي وهي وطني وداري فقلت يا رسول الله إنه لم يسألك السوية من الأرض إذ سألك إنما هي هذه الدهناء عندك مقيد الجمل ومرع العنم ونساء بني سمين وأبناؤها وراء ذلك فقال أنسك يا غلام صدقت المسكينة المسلم أخو المسلم يسعهم الماء والشجر ويتعاونان على الفتان حدثنا محمد بن بشار حدثني عبد الحميد بن عبد الواحد حدثتني أم جنوب بنت نميلة عن أمها ثويدة بنت جابر عن أمها عقيلة بنت أثم ربي مضرط عن أبيها أثم ربي مضرط قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبا يعشه فقال من سبق إلى ماء لم يسبق إليه مسلم فهو له قال فخرج الناس يتعادون يتقاطون حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا حماد بن خالد عن عبد الله بن عمر عن نافة عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه فأجرى فرسه حتى قال ثم رمى بطوطه فقال أعطوه من حيث بلغ الطوط حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن دشان بن عروة عن عبيه عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيى أرضا ميتة فهي له حدثنا أحيى أرضا ميتة فهي له وذكر مثله قال فلقد خبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غرت أحدهما نسلا في أرض الآخر فغضى لطاحب الأرض بأرضه وأمر طاحب النسل أن يخرج نسله منه قال فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس وإنها لنسل عم حتى أخرجت منها حدثنا أحمد بن سعيد الدارني حدثنا وهب عن عبيه عن عبد نسحاق بإسناده ومعناه إلا أنه قال عند قوله مكان الذي حدثني هذا فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري فأنا رأيت الرجل يضرب في أصول النحل حدثنا أحمد بن عبدة الآمري حدثنا عبد الله بن عثمان حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عروة قال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أضى أن الأرض أرض الله والعباد عباد الله ومن أحيا مواتا فهو أحق به جاءنا بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا بالصلوات عنه حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن بش حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن ثمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحاط حائطا على أرض فهي له حدثنا أحمد بن عمر بن السرح أخبرنا إذن وهو أخبرني مالك قال هشام العرق الظالم أن يغرث الرجل في أرض غيره فيستحقها بذلك قال مالك والعرق الظالم كل ما أفذ واحتفر وغرث بغير حق حدثنا سهل بن بكار حدثنا أهيب بن خالد عن عمر بن يحيا عن العباس الساعدين يعني ابن سهل بن فعر عن أبي حميد بن الساعدين قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أتى واد القرى إذا مرأة في حديقة لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب أخرثوا فخرث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسط فقال للمرأة أحطي ما يخرج منها فأتينا تبوك فأهدى ملك أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكتاه بردة وكتبلة يعني ببحر قال فلما أتينا واد القرى قال للمرأة كم كان في حديقتك قال عشرة أوسط خرط رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني متعجل إلى المدينة فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل حدثنا عبد الواحد بن غياذ حدثنا عبد الواحد بن زياذ حدثنا الأعمش عن جامع بن شداد عن كمثون عن زينب أنها كانت تفري رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندهم رأت عثمان بن عفان ونساء من المهاجرات وهن يشتكين منازلهن أنها صديق عليهم ويخرجن منها فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تورث دور المهاجرين النساء فمات عبد الله بن مسعود فورثتهم رأته دارا بالمدينة حدثنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال أخبرنا محمد بن عيثى يعني عنا سميع حدثنا زيد بن واقد حدثني أبو عبد الله عن معاذ أنه قال من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي حدثنا بقية حدثنا عمارة بن أبي الشعتاء حدثني سنان بن قيس حدثني شديب بن نعيم حدثني يزيد بن خمير حدثني أبو الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته ومن نزع طغار كاثر من عنقه فاجعله في عنقه فقد ول الإسلام ظهره قال فسنع مني خالد بن معدان هذا الحديث فقال لي أشديب حدثت قلت نعم قال فإذا قدمت فسله فليكتب إلي بالحديث قال فكتبه له فلما قدمت سألني خالد بن معدان اغطاة فأعطيته فلما قرأه ترك ما في يده من الأرضين حين سمع ذات قال أبو داود هذا يزيد بن خمير ليزنين ليس هو صاحب شعب حدثنا حدثنا ابن السر أخبرنا ابن وهو أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباد عن الصعب ابن جسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حما إلا لله ولرسوله قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع حدثنا سعيد بن بنصور حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن الحارف عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله عن عبد الله ابن عباد عن الصعب ابن جسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وقال لا حما إلا لله عز وجل حدثنا يا مسدد حدثنا سفيان عن زهري عن سعيد بن المسيد وأبي سلم سمع أبا هريرة يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الحموح حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن قال الركاز الكند العادل حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا ابن أبي فدي حدثنا الزمعي عن عمته قريبة بنت عبد الله بن وهو عن أمها كريمة بنت المقداد عن رباعة بنت زبير بن عبد المطلب بن هاشم أنها أخبرتها قالت ذهب المقداد لحاجته لبقيع الخفخبة فإذا جرد يخرج من جحر دينارة ثم لم يزل يخرج دينارة دينارة حتى أخرج ثبعة عشر دينارة ثم أخرج فرقة حمراء يعني فيها دينارة فكانت ثمانية عشر دينارة فذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وقال لك خذ صدقتها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل هويت إلى الجح؟ قال لا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيها حدثنا يحيى بن معين حدثنا وهو بن جرير حدثنا أبي سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن إسماعيل بن أمية عن بجير بن أبي بجير قال سمعت عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قبر أبي رغال وكان بهذا الحرم يدفع عنه فلما خرج أطابته النقمة التي أطابت قومه بهذا المكان فدفن فيه وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم لبشتم عنه أصبتموه معه فابتدرقوا الناس فاستخرجوا الغصن حدثنا عبد الله بن محمد النفيدي حدثنا محمد بن سلم عن محمد بن إسحا قال حدثني رجل من أهل الشام يقال له أبو منظور عن عمه قال حدثني عن عامر من رام أخير خضر قال أبو داود قال ابن سيدي هو الخضر ولكن كذا قال قال إني لب بلادنا إذ رفعت لنا رايات وألوية فقلت ما هذا قالوا هذا لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو تحت شجرة قد بسط له فساء وهو جارس عليه وقد اجتمع إليه أفعار فجلست إليهم فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسقام فقال إن المؤمن إذا أصابه السقم ثم أعفاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل وإن المنافق إذا مرض ثم أعفاه كان كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلم يدري لما عقلوه ولم يدري لما أرسلوه فقال رجل ممن حوله يا رسول الله وما الأسقام والله ما مرضت قط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم عنا فلست منا فبينا نحن عنده إذ أقبل رجل عليه كساء وفي يده شيء قد التفع عليه فقال يا رسول الله إني لما رأيتك أقبلت إليك فمررت بغيظة شجر فسمعت فيها أفواق فراق طائر فأخذتهن فوضعتهن في كساء فجاءت أمهن فاستدارت على رأتي فكشفت لها عنهن فوقعت عليهم معهم فلفتتهن بكساء فهن أولاء معي قال ضعهن عنك فوضعتهن وأبت أمهن إلا لدومهن أتعجبون لرحم أم الأفراق في رافها قالوا نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي بعثني بالحق لله أرحم بعداده لأم الأفراق بفراقها ارجع بهن حتى تضعهن من حيث أخذتهن وأمهن معهم فراجع بهن حدثنا عبد الله بن محمد النفيدي وإبراهيم بن مهدي المصيصي المعنى قال حدثنا أبو المليح عن محمد بن خالد قال أبو داوود قال إبراهيم بن مهدي السلمي عن أبيه عن جده وكانت له صفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده قال أبو داوود زاد ابن نفير ثم صبره على ذلك ثم اتفقا حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى حدثنا محمد بن عيسى ومسدد المعنى قالا حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب عن إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي عن أبي بردة عن أبي موسى قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين يقول إذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر كتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم حدثنا سهل بن بكار عن أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن أم العلاء قالت عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة فقال أبشري يا أم العلاء فإن مرض المسلم يذهب الله به خطايا كما تذهب النار خبث الذهب والفضة حدثنا مسدد حدثنا يحيى وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر قال أبو جاود وهذا لقب بشار عن أبي عامر من خزاز عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت قلت يا رفول الله إني لأعلم أشد آية في القرآن قال أية آية يا عائشة قال قول الله تعالى من يعمل سوء يجذبه قال أما علمت يا عائشة أن المؤمن تخيبه النكبة أو الشوكة فيكافأ بأسوأ عمله ومن فوث بعذب قال أليس الله يقول فسوف يحاتب حسابا يسيرا قال ذاكم العرض يا عائشة من نوقش الحساب عذب قال أبو جاود وهذا لقل ابن بشار قال حدثنا ابن أبي مليكة حدثنا عبد العزيز ابن يحيا حدثنا محمد ابن سلمة عن محمد ابن إسحاء عن الزهرية عن عروة عن أسامة ابن زيد قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود عبد الله ابن أبي في مرضه الذي مات فيه فلما دخل عليه عرف فيه الموت قال قد كنت أنهاك عن حب يهود قال فقد أبغضهم تعد عن زرارة فمهما فلما مات أتاه ابنه فقال يا رسول الله إن عبد الله ابن أبي قد مات فأعطني قميصة فأكفنه فيه فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه فأعطاه إياه حدثنا سليمان ابن حرب حدثنا حماد يعني ابن زيد عن ثابت عن أنس أن غلاما من اليهود كان مرضا فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أبوه أضع أبا القاسم فأسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سبيان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا بغل حدثنا محمد بن عوفن الطائي حدثنا الربيع بن روفن بن قليل حدثنا محمد بن خالد حدثنا الفضل بن ذلهم الواسطي عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم محتسبا وعد من جهنم متيرة سبعين خريفا قلت يا أبا حمد وما الخريف قال العام قال أبو داود والذي تفرد به البصريون منه العيادة وهو متوضط حدثنا محمد بن كثير أخبرنا شعبة عن الحكم عن عبد الله بن نافع عن علي قال ما من رجل يعود مريضا ممتيا إلا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يتفرح وكان له خريف في الجنة ومن أتاه مصبحا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يتفرح وكان له خريف في الجنة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى لم يذكر الخريف قال أبو داود رواه منصور عن الحكم كما رواه شعبة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن أبي جعقر عبد الله بن نافع قال كان نافع غلام الحسن بن علي قال جاء أبو موسى إلى الحسن بن علي يعود قال أبو داود وساق معنا حديث شعبة قال أبو داود أسند هذا عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه صحيح حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن عبيه عن عائشة قال لما أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق رماه رجل في الأجحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيمة في المسجد ليعوده من قريب حدثنا عبد الله بن محمد نفيري حدثنا حجاج بن محمد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي عن زيد بن أرقم قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني حدثنا القعنبي عن نالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن ابن زيد بن الخطار عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث ابن نوفل عن عبد الله بن عباس قال قال عبد الرحمن بن عود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه يعني الطاعون حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا مكيد بن إبراهيم حدثنا الجعيد عن عائشة بنت سعف أن أباها قال اشتكيت بمكة فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ووضع يده على جبهتي ثم مسح صدري وبطني ثم قال اللهم اشف سعدا وأتمن له هجرة حدثنا ابن كثير قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني قال سفيان والعاني الأثير حدثنا الربيع بن يحيا حدثنا شعبة حدثنا يزيد أبو خالد عن المنهال بن عمر عن تعيد بن جبيع عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يحضر أجله قال عنده سبع مرار أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرب حدثنا يزيد بن خالد غمري حدثنا ابن وهو عن حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبري عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل اللهم اشك عبده ينجأ لك عدو أو يمشي لك إلى جنازة قال أبو داود وقال ابن السرح إلى صلاة حدثنا بشر بن هلال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صحيب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعون أحدكم بالموت لضرء نذر به ولكن ليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت فلا كرى مثله حدثنا يا مسدد حدثنا يحيا عن شعبة عن منصور عن سمين ابن سلمة أو سعد ابن عبيد عن عبيد ابن خالد السلمي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال مرة عن عبيد قال موت الفجأة أخذت أثث حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارف بن عتيك وهو جد عبد الله بن عبد الله أبو أمه أنه أخبر أن عمه جابر بن عتيك أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصاح به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع فصاح النسوة وبكيه فجعل ابن عتيك يسكدهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية قالوا وما المجوب يا رسول الله قال الموت قال ابنته والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا فإنك كنت قد قضيت جهادا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أوقع أجره على قدر نيته وما تعودون الشهادة قالوا القتل في سبيل الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله المطعون شهيد والغرق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمطول شهيد وصاحب الحريق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيد حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد أخبرنا ابن شهاد أخبرني عمر بن جارية سقطين حليف بن زهر وكان من أصحاب أبي هريرة عن أبي هريرة قال ابتاع بن الحارث بن عامر بن أوفل خبيبا وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا لقتله فسعار من ابنة الحارث موسى يتحد بها فأعارته فدرجة بني لها وهي غاكلة حتى أتته فوجدته مخليا وهو على فخذه والموسى بيده ففزعت فزعة عرفها فيها فقال أتخشين أن أقتله ما كنت لأفعل ذات قال أبو داود روى هذه القصة شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عياب أن ابنة الحارث أخبرته أنهم فينا اجتمعوا يعني قطلت استعار منها موسى يستحد بها فأعارت حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته جثلاث قال لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله حدثنا الحسن بن علي حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى ابن أيوب عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلم عن أبي سعيد الخدري أنه لما حضره الموت دعا بخياب جدد فلابثها ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت يبعث في فيابه التي يموت فيها حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أم سلم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون فلما مات أبو سلم قلت يا رسول الله ما أقول قال قولي اللهم اغفر لك وأعقبنا عقبا صالحة قال فأعقبني الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم حدثنا مالك بن عبد الواحد المسمعي حدثنا الضحاك بن مخلد حدثنا عبد الحميد بن جعفر حدثني صالح بن أبي عريب عن كثير بن مر عن معالي بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة حدثنا مسدد حدثنا بشر حدثنا عمارة بن غزية حدثنا يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدرية يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم قول لا إله إلا الله حدثنا عبد الملك بن حبيب أبو مروان حدثنا أبو إسحاق يعني الفزري عن خالد الحذاء عن عبي قلاب عن قبيصة بن ذؤي عن أم سلمة قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بطره فأغمضه فصيح ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغتر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله رب العالمين اللهم افتحنه في قبره ونوذ له فيه قال أبو داود وتغميض الميت بعد خروج الروح سمعت محمد بن محمد بن نعمان المخري قال سمعت أبا ميترة رجلا عابدا يقول غمضت جعفرا المعلم وكان رجلا عابدا في حالة الموت فرأيته في منامي ليلة ما يقول أعظم ما كان علي تغميضك لي قبل أن أموت حدثنا موسى بن اسمعيل حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبي عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها وأبدلي بها خيرا منها حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهرية عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجي في ثوب سبرة حدثنا محمد بن العلاء ومحمد بن مكي المروزي المعنى قالت حدثنا ابن المبارك عن سليمان الزيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبي عن عقل بن يسار قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا يا تين على موتاكم وهذا رفض بن العلاء حدثنا محمد بن كثير حدثنا سليمان بن كثير عن يحيى بن سعيد عن عمر عن عائشة قال لما قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة جلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يعرق في وجه الحزن وذكر القصة حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الحمدني حدثنا المفضل عن ربيعة بن سيف للمعافر عن أبي عبد الرحمن الحبل عن عبد الله بن عمر بن العاط قال قبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ميتا فلما فرغنا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفنا معه فلما حاذ بابه وقف فإذا نحن بامرأة مقبلة قال أظنه عرفها فلما ذهبت إذا هي فاطمة عليها السلام فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسرجت يا فاطمة من بيتك فقال أتيت يا رسول الله أهل هذا البيت فرحمت إليه الميتهم أو عزيتهم به فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك بلغت معهم الكدى قال معاذ الله وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر قال لو بلغت معهم الكدى فذكر تشديدا في ذلك فسألت ربيعة عن الكدى فقال القبور فيما أحسب حدثنا محمد بن المسنة حدثنا عثمان بن عمر حدثنا شعبة عن ساب عن أنس قال أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم على امرأة تبتي على طبي لها فقال لها اتق الله واخبري فقال وما تبالي أنت بمطيبتي فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم فأتته فلم تجد على بابه بوابي فقالت يا رسول الله لم أعرف فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى أو عند أول قطة حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة عن عاق من الأحول قال سمعت أبا عثمان عن أسامة ابن زيد أن ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه وأنا معه وسعد وأحسب أبين أن ابني أو ابنتي قد حضر فاشهد فأرسل يقرئ السلام فقال قل من الله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل فأرسلت تقسم عليه فأتاها فوضع الطبي في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له سعد ما هذا قال إنها رحمة وضعها الله في قلوب من يشاء وإنما يرحم الله من عباده الرحمان حدثنا شيبان بن فروح حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم فذكر الحبيب قال أنس لقد رأيته يكيد بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تدمع العين ويحذن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إِنَّا بِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ حدثنا مستدد حدثنا عبد الوارث عن عيوب عن حفة عن أم عاطية قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن النياحة حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا محمد بن ربيعة عن محمد بن الحسن بن عاطية عن أبيه عن جده عن أبي سعيد الخضري قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة حدثنا هلناد بن السري عن عبدة وأبي معاوية المعنى عن هشان بن عروة عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه فذكر ذلك لعائشة فقالت وهل تعني ابن عمر إنما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فقال إن صاحب هذا ليعذب أهله يبكون عليه ثم قرأت ولا تجر وازرة وزر أخرى قال عن أبي معاوية على قبر يهودي حدثنا عصنان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن يديد بن أوث قال دخلت على أبي موسى وهو ثقيل فذهبت امرأته لتبكي أو تهم به فقال لها أبو موسى أما سنأتي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لنا قال فسكتت فلما مات أبو موسى قال يديد لقيت المرأة فقلت لها ما قول أبي موسى لك أما سنأتي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سكت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلق ومن سلق ومن خرق حدثنا مسدد حدثنا حميد بن الأسود حدثنا الحجاج عامل لعمر بن عبد العزيز على غذرة حدثني أسيد بن أبي أسيد عن امرأة من المبايعات قال كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعطيه فيه أن لا نخمش وجهاًا ولا ندعو ويلاً ولا نشفق جيباً وأن لا ننشر شعر حدثنا مسدد حدثنا سفيان حدثني جعفر بن قالد عن عبد الله بن جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمر شغلهم حدثنا قصيفة بن سعيد حدثنا معنى بن عيد وحدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن طحمان عن عبد زبير عن جابر قال رمي رجل بسفن في صدره أو في حلقه فما سفأدرج في فياله كما هو قال ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا زياد بن أيوب وعيسى بن يونس قالا حدثنا علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أخذ أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وكيابهم حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب وحدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب وهذا لطف أخبرني أسامة بن زيد الليتي أن ابن شهاب الأصبر أن أنس ابن مالك حدثهم أن شهداء أخذ لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم حدثنا عطمان بن أبي شريبة حدثنا زيد يعني ابن الحباب وحدثنا قطيبة بن سعيد حدثنا أبو خفوان يعني المرواني عن أسامة عن الزهري عن أنس ابن مالك المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على حمزة وقد مستل به فقال لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية حتى يحشر من بطونها وقلت الثياب وكثرت القتلى فكان الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون في الثوب الواحد زاد قتيبة ثم يكفنون في قبر واحد فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أيهم أكثر قرآن فيقدمه إلى القبل حدثنا عباس العنبري حدثنا عثمان بن عمر حدثنا أسامة عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد مستل به ولم يصل على أحد من الشهداء غيره حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهد أن ليت حدثهم عن ابن شهاد عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جادر بن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد ويقول أيهما أكثر أخذا من القرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحة وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بجثمهم بدمائهم ولم يغسلوا حدثنا سليمان بن داوود المهري حدثنا ابن وهم عن الليث بهذا الحديث بمعنى قال يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد حدثنا علي المسهل الرملي حدثنا حجاج عن ابن جريت قال فصدرت عن حبيب ابن أبي ثابت عن عاصم ابن ضمرة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبرز فخذك ولا تنظرن إلى فخل حي ولا ميت حدثنا النفيلي حدثنا محمد ابن سلمة عن محمد ابن إسحاق حدثني يحيى بن عباد عن أبيه عباد ابن عبد الله ابن دبي قال سمعت عائشة تقول لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانه أم نغتله وعليه ثيابه فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في قدره ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن اغتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه عليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويجلكونه بالقميص دون أيديهم وكانت عائشة تقول لو استقبلتم الأمري ما تدبر ما غسله إلا نساء حدثنا القعنبي عن مالك وحدثنا مسدد حدثنا حماد بن زير المعنى عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية فقالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغتلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن ضأيتم ذلك بماء وسبر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني ولما فرغنا تابلنا فأعطانا حقوه فقال أشعرنها بيا قال عن نالك يعني عزارك ولم يقل مسدد دخل علينا حدثنا أحمد بن عدث وأبو كامل بمعنى الإثناء أن يزيد بن زريع حدثهم حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن حفظة أخته عن أم عطية فقال مشطناها ثلاثة قرون حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام عن حفظة بنت سيرين عن أم عطية قالت وضفرنا رأتها ثلاثة قرون ثم ألقيناها خلفها مقدم رأتها وقرنيها حدثنا أبو كامل حدثنا إسماعيل حدثنا قالد عن حفظة بنت سيرين عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم في غفل ابنته ابدأنا بميانمها ومواضع الوضوء منها حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أم عطية بمعنى حديث مالك زاد في حديث حفظة عن أم عطية بنحو هذا وزاد فيه أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا حدثنا هجبة بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة عن محمد بن سيرين أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية يغتل باستدر مرتين والثالثة بالماء والكافور حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الغزاق أخبرنا ابن جريح عن أبي الزبيح أنه سمع جاذر ابن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبر فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يطل عليه إلا أن يضطر إنسانا إلى ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخا فليحسن كفن حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثنا الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت أدرج النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب صبرة ثم أبخر عنه حدثنا الحسن بن الصباح البزاز حدثنا إسماعيل يعني ابن عبد الكريم حدثني إمراهيم بن عقيل بن معقل عن أبيه عن وهب يعني ابن منبه عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكثن في ثوب سبع حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي أخبرتني عائشة قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حفظ عن هشام بن عروة عن عديد عن عائشة مثلة زاد من كرسف قال فدكر لعائشة قولهم في ثوبين وبرد حبرة فقالت قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيخ قالا حدثنا ابن إدريسة عن يزيد يعني ابن أبي زياد عن مقسم عن ابن عفاث قالا كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أسواب النجرانية في الحلة ثوبانه وقمصه الذي مات فيه قال عدو داود قال عثمان في ثلاثة أسواب حلة حمراء وقمصه الذي مات فيه حدثنا محمد بن عبيد المحاربي حدثنا عمر بن هاشم أبو مالك الجنبي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عاما عن علي بن أبي طالب قال لا تغالبي في كفن فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في كفن فإنه يسلبه سلبا سريعا حدثنا محمد بن كثير أخبرنا كفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خبابا قال إن مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يكن له إلا نمر كنا إذا غطينا بها رأسه خرج رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإذكر حدثنا أحمد بن صالح حدثني ابن وه حدثني هشام بن سعد عن حاسم ابن أبي نصر عن عبادة ابن نسي عن أبي عن عبادة ابن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الكفن الحلة وخير الأضحية الكبش الأقرن حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثني أبي عن ابن إسحاق حدثني نوف بن حكيم الثقافي وكان قارئا للقرآن عن رجل من بني عروة بمسعود يقال له داود قد ولدته أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن ليذا بنت قانف السقافية قالت كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه كفنها يناولناها ثوبا 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 حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا المستمر بن الريان عن أبي نضرق عن أبي سعيد للخدرية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب طيبكم المستمر حدثنا عبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي أبو سفيان وأحمد بن جناب قال حدثنا عيسي قال أبو داود هو ابن يونس عن سعيد بن عثمان البلوي عن عزرة وقال عبد الرحيم عروة بن سعيد الأنصاري عن أبيه عن حصيم بن وحوح أن طلحة بن البراء مرضا فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني بك وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبث بين بحراني أكله حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا زكريا حدثنا مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب العنزي عن عبد الله بن زبير عن عائشة أنها حدثت أن نبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة وغسل الليل حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن أبي فديك حدثني ابن أبي ذئذ عن القاسم بن عبات عن عمر بن عمير عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتور حدثنا حامد بن يحيا عن سفيان عن سهير بن أبي صالح عن أبي عن إسحاق مولى ذائدة عن أبي هريرة عن نبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال أبو داود هذا منسوخ وسمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الغسل من غسل الميت فقال يجديه الوضوء قال أبو داود أدخل أبو صالح بينه وبين أبي هريرة في هذا الحديث يعني إسحاق مولى ذائدة قال وحديث مصعب ضعيف فيه فصال ليس العمل عليه حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن عاصم ابن عبيد الله عن عقاة عن عاكشة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثنان ابن مضعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تثيل حدثنا محمد بن حاسم ابن بزيع حدثنا أبو نعين عن محمد بن مسلم عن عمر بن دينار أخبرني جابر بن عبد الله أو سمعت جابر بن عبد الله قال رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخبر إذا هو يقول ناولوني صاحبكم فإذا هو الرجل الذي كان يرفع قوته بالذكر حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيت عن مبيح عن جابر بن عبد الله قال كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم فجاء مناد النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم فردتناهم حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد عن محمد بن إسحار عن يديد بن أبي حبيب عن مرتد اليذري عن مالك بن هبيرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب قال فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزاءهم ثلاثة صفوف للحديث حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن حفة عن أم عاطية قال نهينا أن نتبع الجنائز ولم يُعزم علينا حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة يرويه قال من تبع جنازة فطلّى عليها فله قيراة ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراة قال أصغرهما مثل أحد أو أحدهما مثل أحد حدثنا هارون بن عبد الله وعبد الرحمن بن حسين للهروي قال حدثنا المقرئ حدثنا حيوة حدثني أبو صخ وهو حميد بن زياد أن يزيد بن عبد الله بن قصير حدثه أن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاط حدثه عن أبي أنه كان عند ابن عمر بن الخصاب إذ طلع حباب صاحب المقصورة فقال يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة أنه سمع رفول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها فذكر معنى حديث سفيان فأرسل ابن عمر إلى عائشة فقال صدق أبو هريرة حدثنا الوليد بن شجاع مستكونين حدثنا ابن وهب أخبرني أبو صخر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريم عن ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمن مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعو فيه حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا عبد الصمد وحدثنا ابن المثنة حدثنا أبو داود قال حدثنا حرب يعني ابن شداد حدثنا يحيى حدثني باب ابن عمير حدثني رجل من أهل المدينة عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار زاد هارون ولا ينشى بين يديها حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن زهري عن سالم عن أبي عن عامر بن ربيعة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا سهيل بن أبي صالح عن ابن أبي تعيذ الخدري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع قال أبو داود روى هذا الحديث ثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال فيه حتى توضع في الأرض ورواه أبو معاوية عن سهيل قال حتى توضع في اللحة قال أبو داود وكفيان أفضل من أبي معاوية حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني حدثنا الوليد حدثنا أبو عمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد الله بن مقسم حدثني جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ مرت بنا جنازة فقام لها فلما ذهبنا لنحمله إذا هي جنازة يهودي فقلنا يا رسول الله إنما هي جنازة يهودي فقال إن الموت فزع فإذا رأيتم جنازة فقوم حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن واقذ بن عمر بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير بن مطعم عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الجنائز ثم قعد بعد حدثنا هشام بن بهرام المدائني أخبرنا حاتم بن إسماعيل حدثنا أبو الأصباط الحارثي عن عبد الله بن سليمان بن جنازة بن أبي أمية عن أبيه عن جده عن عبادة بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحة فمر به حفر من اليهود فقال هكذا نفعل فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال اجهسوا خالفوهم حدثنا يحيى بن موسى البلقي أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوه عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بذابة وهو مع الجنازة فأباء يركبها فلما انصر فأتي بذابة فركت فقيل له وقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون فلما ذهبوا حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن حماد سمع جادر ابن ثمرت قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن الدحتاح ونحن شهود ثم أتي بفرس فعقل حتى ركبه أجعل يتوقص به ونحن نسعى حوله حدثنا القعنبي حدثنا سفيان بن عيين عن الزهري عن سالم عن أبيه قال فعيث النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنة حدثنا وهو بن بقية عن خالد عن يونس عن بياذ بن جبير عن أبيه عن المغيرة بن شعبة وأحكب أن أهل ذياذ أخبروني أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب يسر خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يتارها قريبا منها والسقط يصلى عليه ويدعى الوالديه بالمغفرة والرحمة حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسير عن أبي هريرة يهلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أنه كان في جنازة عثمان بن أبي العاق كنا نمشي مشيا خفيفا فلحقنا أبو بكرة فرفع خوطه فقال لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل رمنا حدثنا قميد بن مسعدة حدثنا خالد بن الحارث وحدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا عيسى يعني ابن يونس عن عيينة بهذا الحديث قالا في جنازة عبد الرحمن بن ثمرة وقال فحمل عليهم بغلته وأفوا بالصوت حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن يحيى المجدر قال أبو داود وهو يحيى بن عبد الله التيمي عن أبي ماجدة عن ابن مسعود قال سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة فقال ما دون الخبب إن يكن خيرا تعجل إليه وإن يكن غير ذلك فبعدا لأهل النار والجنازة متبوعة ولا تتبع ليس معها من تقدمها قال أبو داود وهو ضعيف هو يحيى بن عبد الله وهو يحيى الجابر قال أبو داود وهذا كوفي وأبو ماجدة بطري قال أبو داود أبو ماجدة هذا لا يعرف حدثنا ابن نفير حدثنا زهير حدثنا سماك حدثني جابر بن سمرة قال مرض رجل ففيح عليه فجاء جاره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إنه قد ماء قال وما يدري قال أنا رأيته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يمت قال فرجع ففيح عليه فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد ماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يمت فرجع ففيح عليه فقالت امرأته انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر فقال الرجل اللهم العنق قال ثم انطلق الرجل فرآه قد نحر نفسه بمشقص معه فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قد مات فقال وما يدريك قال رأيته ينحر نفسه بمشاقص معه قال أنت رأيته قال نعم قال إذن لا أصلي عليك حدثنا أبو كامل حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر حدثني نفر من أهل البصرة عن أبي بردة الأسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ماعز بن مالك ولم ينهى عن طلاة عليك حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا يعكوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن ابن إسحاب حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قال عن عائشة قال مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانية عشر شهرا فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا هلناد بن السري حدثنا محمد بن عبيد عن وائل بن داود قال سمعت بهي قال لما مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقاعي قال أبو داود قرأت على تعيد بن يعقوب الطالقاني قيل له حدثكم ابن المبارك عن يعقوب بن القعقاء عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه إبراهيم وهو ابن سبعين ليلة حدثنا سعيد بن منصور حدثنا فليح بن سليمان عن صالح بن عجلان ومحمد بن عبد الله بن عباد عن عباد بن عبد الله بن زبير عن عائشة قال والله ما قل رسول الله صلى الله عليه وسلم على تهيل بن البيضاء إلا في المسجد حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاة يعني ابن عصنان عن أبي النضر عن أبي سلم عن عائشة قال والله لقد قل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد تهيل وأخي حدثنا مسدد حدثنا يحيا عن ابن ابي ذئب حدثني صالح مولى التوأمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه حدثنا عحمان ابن ابي شيبة حدثنا وكيع حدثنا موسى بن علي بن رباح قال سمعت الابي يحدث انه سمع عفبة بن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تنيل وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب او كما قال حدثنا يزيد ابن خالد ابن موهب الرملي حدثنا ابن وهد عن ابن جريج عن يحيى ابن صبيح قال حدثني عمار مولى الحارث ابن نوفل انه شهد جنازة ام كلثوم وابنها فجعل الغلام مما يلي الامام فانكرت ذلك وفي القوم ابن عباس وابو سعيد الخدري وابو قتادة وابو هريرة فقالوا هذه بالسنة حدثنا جاود ابن معاذ حدثنا عبد الوارث عن نافع ابي غالب قال كنت في سكة الاربد فمرت جنازة معها ناف كثير قالوا جنازة عبد الله ابن عمير فتبعتها فاذا انا برجل عليه كتاء بقيق على بريدينته وعلى رأسه خرقة تقيه من الشم فقلت من هذا الدقاء قالوا هذا انث ابن مالك فلما وضعت الجنازة قام انث فطل عليها وانا خلفه لا يحول بيني وبينه شيء فقام عند رأسه فكبر اربع تكبيرات لم يطل ولم يسرع ثم ذهب يقعد فقالوا يا ابا حمد المرأة الامصاري فقربوها وعليها نعش اخطر فقام عند عجيزتها فطل عليها نحو صلاته على الرجل ثم جلس فقال العلا ابن زياد يا ابا حمد هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاة يكبر عليها اربع ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة قال نعم قال يا ابا حمد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم غزوت معه حنينا فخرج المشركون فحملوا علينا حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا وفي القوم رجل يحمل علينا فيجقنا ويحكمنا فهدمهم الله وجعل يجاء بهم فيبايعونه على الإسلام فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن علي نذرا إن جاء الله بالرجل الذي كان منذ اليوم يحكمنا لأضربن عمقه فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيء بالرجل فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله تبت إلى الله فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبايعه ليفل الآخر بنذره قال فجعل الرجل يتصدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمره بقتله وجعل يهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتله فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يطمع شيئا با يعظم فقال الرجل يا رسول الله نذري فقال إني لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي بنذرك فقال يا رسول الله هلا أومط إلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس لنبي أن يومد قال أبو غالب فسألت عن صنيع أنس في قيانه على المرأة عند عجزتها فحدثوني أنه إنما كان بأنه لم تكن النعوش كان الإمام يقوم فيال عجزتها يسكرها من القوم قال أبو داود أول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله نسخ من هذا الحديث الوفاء بالنذر في قتله بقوله إني قتب حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حسين للمعلم حدثنا عبد الله بن بريد عن ثمرة بن جندب قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ناتت في نفاتها فقام عليها للصلاة وسطها حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا إذن إدريس قال سمعت أبا إسحاق عن الشعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر غطب فصفوا عليه وكبر عليه أربعة فقلت للشعب من حدثت؟ قال أثقة من شهدة عبد الله بن عباد حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمر بن مر عن ابن أبي ليلى قال كان زيد يعني ابن أرقم يكبر على جنائزنا أربعة وإنه كبر على جنازة خمسة فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها قال أبو داود وأنا لحديث ابن المثنى أفقن حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت مع ابن عباد على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال إنها من السنة حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحا عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء حدثنا أبو مهمر عبد الله بن عمر حدثنا عبد الوارد حدثنا أبو الجلاس عقبة بن سيار حدثني علي بن شماخ قال شهدت مروان سأل أبا هريرة كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجناة قال أما عنذ يقل قال نعم قال كلام كان بينهما قبل ذلك قال أبو هريرة اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بترها وعلى ليتها جئناك شفعا أفكر لك قال أبو داود أخ أشربة في اسم علي بن شماخ قال فيه عثمان بن شماخ وسمعت أحمد بن إبراهيم الموطلي يحدث أحمد بن حنبل قال ما أعلم أني جلست من حماد بن زيد المجلسة إلا لها فيه عن عبد الوارد وجعفة بن سليمان حدثنا موسى بن مروان الرقي حدثنا شعيب يعني ابن إسحاق عن أوزاعي عن يحيب أبي كثير عن أبي سلم عن أبي هريرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال اللهم اغفر لحينا ومجتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأمثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من أحييته منا فأحييه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام اللهم لا تحرمنا أجرح ولا تضلنا بعده حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد وحدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا الوليد وحديث عبد الرحمن أتم حدثنا مرواره جناح عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن واسلة بن الأسقع قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك فقهي فتنة القبر قال عبد الرحمن من ذمتك وحب جوارك فقهي من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم قال عبد الرحمن عن مروان بن جناح حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن امرأة فوداء أو رجلا كان يقم المسجد ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقيل ما فقال ألا آذنتموني به قال دلوني على قبره فدلوه فصلى عنه حدثنا القعنبي قال قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشية في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى وصف بهم وكبر أربع تكبيرات حدثنا عباد بن موسى حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاف عن أبي برد عن أبيه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق إلى أرض النجاشي فذكر حديثا قال النجاشي أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحملا عليه حدثنا عبد الوهاد بن نجدة حدثنا سعيد بن سالم وحدثنا يحيى ابن الفضل السجستاني حدثنا حاكم يعني ابن إسماعيل بمعنى عن كثير بن زيد المدني عن المطلق قال لما مات عثمان بن مبعون أخرج بجنازته فدفن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمه فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفر عن جراعيه قال كثير قال المطلق قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم فين حفر عنهما ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي حدثنا القعنبي حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سعب يعني ابن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا حكام بن سلم عن علي بن عبد الأعلى عن سبيه عن سعيد بن جبيح عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحظة لنا والشق لغيرنا حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي والفضل وأسامة بن زيد وهم أدخلوه قبره قال وحسثني مرحب أو ابن أبي مرحب أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف فلما فرغ علي قال إنما يلي الرجل أهله حدثنا محمد بن الصباح أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن الشعبي عن أبي مرحب أن عبد الرحمن بن عوف نزل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني أنظر إليهم أربع حدثنا عبيض الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال أوصل حارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد وصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأهمش عن المنهال بن عمر عن زاذان عن البراء بن عزيب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه حدثنا محمد بن كثير وحدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا همام عن قتادة عن أبي صديق عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رفض مسلم حدثنا مستدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني أبو إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي عليه السلام قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال قد نات قال اذهب فواري أباك ثم لا تحيثن شيئا حتى تأتيني فذهبت فواريته وجئته فأمرني فاختسلت ودعاني حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي أن سليمان بن المغيرة حدثهم عن حميد يعني ابن هلال عن هشان بن عامر قال جاءت الأمصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال أصابنا قرح وجهد فكيف تأمرنا قال احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر قيل فأيهم يقدم قال أثرهم قرآن قال أصيب أبي يومئذ عامر بين ثنين أو قال واحد حدثنا أبو صالحا يعني الأنطاكي أخبرنا أبو أسحا يعني لفزري عن الثورية عن عيور عن حميد بن هلال بإثناده ومعناه زاد فيه وأعمقه حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جرير حدثنا حميد يعني إبن هلال عن سعد بن هشان بن عامر بهذا الحديث حدثنا محمد بن كفير أخبرنا سفيان حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي هياج لأسدي قال بعثني علي قال لي أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أدع قبرا مشرفا إلا ثويته ولا تمثالا إلا طمثته حدثنا أحمد بن عمر بن السرح حدثنا ابن وهب حدثني عمر بن الحارث أن أبا علي الهنداني حدثه قال كنا مع فضالة ابن عبيد برودس من أرض الروم فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبرك فسوي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتك قال أبو داود رودس جزيرة في البحر حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن أبي فدي أخبرني عمر بن عطمان بن هان إن عن القاس قال دخلت على عائشة فقلت يا أمة اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبي رضي الله عنهما فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاقئة مضطوحة لبطاء العرصة الحمراء قال أبو علي يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم وأبو بكر عند رأسه وعمر عند رجلي رأسه عند رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي حدثنا هشام عن عبد الله بن بحير عن هانئ مولى عثمان عن عثمان بن عفان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخلكم وسلوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل قال أبو داود بحير ابن ريسان حدثنا يحيى بن موسى البلخي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ساب عن أنث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أقرأ في الإسلام قال عبد الرزاق كانوا يعترون عند القبر بقرة أشام حدثنا قتيبة بن سعيم حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انخرى حدثنا الحسن بن علي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إذن المبارك عن حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب بهذا الحديث قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتل أحد بعد ثمان سنين كالمودعي لأحياء والأموال حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريح أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد على القبر وأن يقصص ويبنى عليه حدثنا مسدد وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حفظ بن غياه عن ابن جريح عن سليمان بن موسى وعن أبي الزبير عن جابر بهذا الحديث قال أبو داود قال عثمان أو يزاد عليه وزاد سليمان بن موسى أو أن يكتب عليه ولم يذكر مسدد في حديثه أو يزاد عليه قال أبو داود خفي علي من حديث مسدد حرف وأم حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود لتخذوا قبور أنبيائهم مساجد حدثنا مسدد حدثنا خالد حدثنا سهيل وعن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة وتحرق ثيابة حتى تخلص إلى جند خير له أن يجلس على قبر حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى حدثنا عبد الرحمن يعني ابن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله قال سمعت واسلة ابن الأسقع يقول سمعت أبا مرثد من الغنوية يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها حدثنا سهل بن بكار حدثنا الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير السدوسي عن بشير بن نهي عن بشير المولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اسمه في الجاهلية زحم ابن معم فهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال زحم قال بل أنت بشير قال بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا ثلاثا ثم مر بقبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا وحانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظره فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال يا طاحب السبتيتي ويحك ألق سبتيتي فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرما به حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن سعيد أن قتاد عن أنت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرعا عنه حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حمال بن زيد عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة عن أبي مضرة عن جابر قال دفن مع أبي رجل فكان في نفسي من ذلك حاجة فأخرجته بعد تتة أشفر فما أنكرت منه شيئا إلا شعيرات كن في لحيته مما يلل أرض حدثنا حفظ بن عمر حدثنا شعبة عن إبراهيم بن عامر عن عامر بن سعر عن أبي هريرة قال مروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شررا فقال وجبت ثم قال إن بعضكم على بعض شهداء حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي تعالى على أن أستغفر لها فلم يبدا لي فاستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر بالموت حدثنا أحمد بن يونس حدثنا معرف بن واطل عن محارب بن ديسار عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكر حدثنا محمد بن كثير أخبرنا شعبة عن محمد بن جحاد قال سمعت أبا صالح يحدث عن ابن عباس قال لعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثني عمر بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أخي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقصته راحلته فمات وهو محرم فقال كفنوه في ثوبيت واغتنوه بماء وسدر ولا تخمر رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي قال أبي داود سمعت أحمد بن حنبل يقول في هذا الحديث خمس سنن كفنوه في ثوبيت أي يكفن الميس في ثوبين واغتنوه بماء وسدر أي إن في الغفلات كلها سدر ولا تخمر رأسه ولا تقربوه طيبا وكان الكفن من جميع المام حدثنا سليمان بن خرب ومحمد بن عبيت المعنى قال حدثنا حماد عن عمر وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحو قال وكفنوه في ثوبيت قال أبو داود قال سليمان قال أيوب ثوبيت وقال عمر ثوبين وقال ابن عبيت قال أيوب في ثوبين وقال عمر في ثوبين زاد سليمان وحده ولا تخنطوه حدثنا مسدد حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بمعنى سليمان في ثوبين حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال وقفت برجل محرم ناقته فقتلت فأسي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغفلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يهل حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن جيرين عن عمران بن حسين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين مصهورة كاذبة فليتبوأ بوجهه مقعده من النار حدثنا محمد بن عيسى وهناد بن السري المعنى قالا حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هو فيها فاجر يقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان فقال الأشعث في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألك بينه قلت لا قال لي اليهودي احلف قلت يا رسول الله إذن يحلف ويذهب ببالي فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمن قليلا إلى آخر آية حدثنا محمود بن خالد حدثنا الفريابي حدثنا الحارث بن سليمان حدثني كردوس عن الأشعث بن قيس أن رجلا من كدة ورجلا من حضر موت اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن فقال الحضرمي يا رسول الله إن أرض اغتصبنيها أبو هذا وهي في يده قال هل لك بينة قال لا ولكن أحلفه والله يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه فتهيأ الكندي لليمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع أحد مالا بيمين إلا لقي الله وهو أجرم فقال الكندي في أرضه حدثنا هناد بن السليم حدثنا أبو الأحوط عن سماك عن علقمة بن وائد بن حجر الحضرمي عن أبيه قال جاء رجل من حضر موت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأبيه فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة قال لا قال فلك يرينه قال يا رسول الله إنه فاجر لا يبالي ما حلف عليه ليس يتورع من شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك منه إلا ذات فانطلق ليحرف له فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما لئن حلف على مال ليأكله ظالما ليلقي أن الله عز وجل وهو عنه موارد حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير حدثنا هاشم بن هاشم أخبرني عبد الله بن الصاق من آل كثير بن الصلاق أنه سمع جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلف أحد عند من بري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخبر إلا تبوأ مقعده من النار أو وجبت له النار حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الغزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلف والله فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى أقامر فليتصدق لشيء حدثنا عبد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا عوح عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأندات ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير عن عبيد الله في عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن خصاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركه وهو في رقب وهو يحلف بآبيه فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف إلا أو يسكت حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهرية عن سالم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو معناه إلى بآبائكم زاد قال عمر فوالله ما حلفت بهذا ذاكرا ولا آثرا حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابن إدريس قال سمعت الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة فقال سمع ابن عمر رجلا يحلف لا والكعب فقال له ابن عمر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرت حدثنا سبيمان بن داوود العتكي حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني عن أبي سهيل النافع بن مالك بن أبي عامر أنه سمع طلحة ابن عبيد الله يعني في حديث قصة الأعرابي قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق دخل الجنة وأبيه إن صدق حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا الوليد بن سعبت الطائي عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس مننا حدثنا حميد بن مسعدة الشان حدثنا حسان يعني ابن إبراهيم حدثنا إبراهيم يعني صائغ عن عطاء في اللغو في اليمين قال قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلا والله قال أبو داود كان إبراهيم الصائغ رجلا صالحا قتله أبو مسلم جعرندة قال كان إذا رفع المضرقة فسمع النداء سيبا قال أبو داود روا هذا الحديث داود بن أبي الفراح عن إبراهيم الصائغ موقوفا على عائشة وكذلك رواه الزبري وعبد الملك بن أبي سليمان ومالك بن مغول وكلهم عن عطاء عن عائشة موقوفا حدثنا عمر بن عون قال أخبرنا هشيم وحدثنا مسدد حدثنا هشيم عن عباد بن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك عليها صاحب قال مسدد قال أخبرني عبد الله بن أبي صالح قال أبو داود هما واحد عبد الله بن أبي صالح وعباد بن أبي صالح حدثنا عمر بن محمد من ناقب حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن جدته عن أبيها ثويد بن حنظلة قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حج فأخذه عدو له فتحرج القوم أن يحلفوا وحلفت أنه أخي فخلى تبيله فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنه أخي قال صدق المسلم أخ المسلم حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا معاوية بن سلار عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو قلابة أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير ملة الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا ينجكه حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا زيد بن الحباب حدثنا حسين يعني ابن واقب حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما حدثنا محمد بن عيسى حدثنا يحيى بن العلاء عن محمد بن يحيى بن حبان عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال عيث النبي صلى الله عليه وسلم وضع كمرة على شسرة فقال هذه إدام هذه حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا عمر بن حف حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى عن يزيد الأعوى عن يوسف بن عبد الله بن سلام مثلا حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن حيوب عن ناسع عن ابن عمر يضغ به النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من حلف على ينين فقال إن شاء الله فقد استثنى حدثنا محمد بن عيسى ومسدد وهذا حديثه قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن ناسع عن ابن عمر قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حين حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن سلام عن ابن عمر قال أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيح بهذه اليمين لا ومقلب القلوب حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا وكيع حدثنا عكرمة بن عمار عن عاطم بن شميس عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في اليمين قال والذي نفس أبي القاسم بي حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة أخبرني زيد بن حباب أخبرني محمد بن هلال حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة يقول كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف يقول لا وأستغفر الله حدثنا الحسن بن علي حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا عبد الملك بن عياش السماعي الأنصاري عن تلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيد عن عميه لقيق بن عامر قال ذلهم وحدثنيه أيضا الأسود بن عبد الله عن عاطم بن لقيق أن لقيق بن عامر خرج وافدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيق فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إله حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن أبا بكر أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق قال ابن يحيى كتبته من كتابة أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال كان أبو هريرة يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أرى الليلة فذكر رؤيا فعظرها أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا فقال أختمت عليك يا رسول الله بأبي أنت لتحدثني ما الذي أخطأ وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أخبرنا محمد بن كثير أخبرنا سلينا بن كثير عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث لم يذكر الخسم زاد فيه ولم يذكر حدثنا مؤمل بن هشام حدثنا إسماعيل عن الجرير عن أبي عثمان أو عن أبي السليل عنه عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال نزل بنا أضياف لنا قال وكان أبو بكر يتحدث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم بكما أنا باهي molot fans حدثنا إ ن общем 60 مات وكراها ينو tell فقال لا نسف my love whatnot كما؟ أضيافكم أفرغتم من قراهم قالوا لا قلت قد أتيتهم بقراهم فأبوا وقالوا والله لا نطعمه حتى يجيه فقالوا صدق قد أتانا به فأبينا حتى تجيه قال فما منعكم قالوا مكانك قال والله لا أطعمه الليلة قال فقالوا ونحن والله لا نطعمه حتى تطعمه قال ما رأيت في الشر كالليلة قد قال قربوا طعامكم قال فقرب طعامهم فقال بسم الله فطعم وطعم فأخبرت أنه أصبح فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي صنع وصنعوا قال بل أنت أبرهم وأفضقهم حدثنا ابن المسلم حدثنا سالم بن نوح وعبد الأعلى عن الجريغي عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بأبي بكر بهذا الحديث نحوه زاد عن سالم في حديثه قال ولم يبلغني كفارا حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حبيب المعلم عن عمر بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميرا فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال إن عدت تسألني عن القسمة فكل مال لي في رتاج الكعبة فقال له عمر إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نذر في معقية الرب وفي قطيعة رحم وفي ما لا تنب حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا البغيرة بن عبد الرحمن حدثني أبو عبد الرحمن عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر إلا فيما يستغى به وجه الله ولا يمين في قطيعة رحم حدثنا المنذر بن الوليد حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا عبيد الله بن الأخنث عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ولا في معقية الله ولا في قطيعة رحم ومن حلف على يمين فرأى غيرها غيرا منها فليدعها وليأتي الذي هو خير فإن تركها كثفارتها قال أبو داود الأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم وليكفر عن يمينه إلا فيما لا يعبق به قال أبو داود قلت لأحمد روى يحيى بن سعيد عن يحيى بن عبيد فقال تركه بعد ذلك كان أهلا لذلك قال أحمد أحاديثه مناكير وأبوه لا يعرف حدثنا منسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا عطاء بن السائف عن أبي يحيى عن ابن عباس أن رجلين اختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الطالب البينة فلم تكن له بينة فسحلف المطلوب فحلف بالله الذي لا إله إلا هو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى قد فعل ولكن قد غفر لك بإصلاف قول لا إله إلا الله قال أبو داود يراد من هذا الحديث أنه لم يأمره بالكفار حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد حدثنا غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير أو قال إلا أتيت الذي هو خير وكفرت يميني حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا هشير أخبرنا يونث ومنصور يعني ابن زاذان عن الحسن عن عبد الرحمن بن ثمر فقال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن ثمر إذا حلفت على يميني ورأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر يميني وكفر يميني في هذا الحديث روي عن كل واحد منهم في بعض الرواية الحنث قبل الكفارة وفي بعض الرواية الكفارة قبل الحنث حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت على أنس بن عياض حدثني عبد الرحمن بن حرملة عن أم حبيب بنت ذؤيب بن قيت المزنية وكانت تحت رجل منهم من أسلم ثم كانت تحت ابن أخي لصفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن حرملة فوهبت لنا أم حبيب صاع حدثتنا عن ابن أخي صفية عن صفية أنه صاع النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فجرفته أو قال فحذرت فوجدته مدين ونصفا بمده شام حدثنا محمد بن محمد بن خلاد أبو عمر قال كان عندنا مكتوك يقال له مكتوك خالد وكان كيلجتين بكيلجة هارون قال محمد صاع خالد صاع هشام يعني ابن عبد الملك حدثنا محمد بن محمد بن خلاد أبو عمر حدثنا مسدد عن أمية بن خالد قال لما ولي خالد القسري أطعف الصاع فصار الصاع 16 رقم قال أبو داوود محمد بن محمد بن خلاد قتله الزنج صبرى فقال بيده هكذا ومد أبو داوود يده وجعل بطون كفيه إلى الأرض قال ورأيته في النوم فقلت ما فعل الله بك قال أدخلني الجنة فقلت فلم يضرك الوقت حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن الحجاج الصوار حدثني يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمون عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال قلت يا رسول الله جارية لي صففتها صففة فعظم ذلك علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أفلا أعتقها قال ائتني بها قال فجئت بها قال أين الله قال في السماء قال من أنا قال أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حمال عن محمد بن عمر عن أبي سلم عن الشريد أن أمه أوصطه أن يعتق عنها رقبة مؤمنة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي أوصط أن أعتق عنها رقبة مؤمنة وعندي جارية سوداء نوبية فذكر نحوه قال أبو داود خالد بن عبد الله أرسله لم يدفر الشريد حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني حدثنا يزيد بن هارول قال أخبرني المسعود عن عون بن عبد الله عن عبد الله بن عطبة عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة فقال لها أين الله فأشارت إلى السماء بأسرعها فقال لها فمن أنا فأشارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى السماء يعني أنت رسول الله فقال أعطقها فإنها مؤمنة حدثنا قطيبة بن سعيد حدثنا شريك عن سماء عن عكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لأغذون قريشا والله لأغذون قريشا والله لأغذون قريشا ثم قال إن شاء الله قال أبو داود وقد أثند هذا الحديث غير واحد عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أثنده عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الوليد بن مسلم عن شريك ثم لم يغذهم حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا ابن بشر عن مصعر عن سماك عن عكرمة يرفعه قال والله لأغذون قريشا ثم قال إن شاء الله ثم قال والله لأغذون قريشا إن شاء الله ثم قال والله لأغذون قريشا ثم سكت ثم قال إن شاء الله قال أبو داود زاد فيه الوليد بن مسلم عن شريك قال ثم لم يغذهم حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جريب بن عبد الحميد وحدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن منصور عن عبد الله بن مرة قال عثمان بن همداني عن عبد الله بن عمر قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن نذر ثم اتفقا ويقول لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل قال وسدد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النذر لا يرد شيئا حدثنا أبو داود قال قرئ على الحارج بن مسكين وأنا شاهد أخبركم ابن وهب قال أخبرني مالك عن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي ابن آدم النذر القدر بشيء لم أكن قدرته له ولكن يلقيه النذر القدر قدرته يستخرج من البخيل يؤتي عليه ما لم يكن يؤتي من قبل حدثنا القعنبي عن مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم عن عائشة رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطاه ومن نذر أن يعطي الله فلا يعطي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهرية عن أبي سلم عن عائشة رضي الله عنها أن نبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معطية وكفارته كفارة يمين حدثنا ابن السرش قال حدثنا ابن وحب عن يونس عن ابن شهاب بمعناه وإثنانه قال أبو داود سمعت أحمد بن شبوي يقول قال ابن المبارك يعني في هذا الحديث حدث أبو سلم فدل ذلك على أن الزهرية لم يسمعه من أبي سلم وقال أحمد بن محمد وتصديق ذلك ما حدثنا أيوب يعني ابن سليمان قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول أفسد علينا هذا الحديث قيل له وصح إفساده عنده وهل رواه غير ابن أبي أويت قال أيوب كان أمثلا منه يعني أيوب ابن سليمان ابن بلال وقد رواه أيوب حدثنا أحمد بن محمد المروذي حدثنا أيوب ابن سليمان عن أبي بكر ابن أبي أويت عن سليمان ابن بلال عن ابن أبي عفيق وموسى ابن عقبة عن ابن شهاب عن سليمان ابن أرطم أن يحيى ابن أبي كثير أخبره عن أبي سلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين قال أحمد بن محمد المروزين إنما الحديث حديث عنه بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير عن أبيه عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن سليمان بن أرقم وهنا فيه وحمله عنه زهيم وأرسله عن أبي سلم عن عائشة رحمها الله قال أبو داود روا بقية عن الأوزاعي عن يحيى عن محمد بن زبير بإثناد علي بن المبارك مثل حدثنا يحيى بن سعيد القطار قال أخبرني يحيى بن سعيد الأنصار أخبرني عبيد الله بن زحر أن أبا سعيد أخبر أن عبد الله بن مالك أخبر أن عقبة بن عامر أخبره أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له نظرة أن تحج حافية غير مقتمرة فقال مروها فلتختمر والتركب والفصم ثلاثة أيام حدثنا محمد بن خالد حدثنا عبد الزبير حدثنا ابن جريج قال كتب إلي يحيى بن سعيد أخبرني عبيد الله بن زحر مولا لبني ضمر وكان أيما رجل أن أبا سعيد الرعيني أخبره بإثناد يحيى ومعنى حدثنا حجاج بن أبي يعقوب حدثنا أبو النضر حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أختي نذرك يعني أن تحج ما شئ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يطنع بشقاء أختيك شيئا فلتحج راكبة ولتكفر عن يمينها حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو الوليد حدثنا همام عن قتالة عن أكرمة عن ابن عباس أن أختي عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتفدي هدية حدثنا نسلم بن إبراهيم حدثنا هشاب عن قتالة عن أكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أختي عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية قال إن الله لغني عن نذرها مرها فلتركب قال أبو داود رواه تعيد بن أبي عروبة نحوه وخالد عن أكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتالة عن أكرمة أن أختي عقبة بن عامر بمعنى هشاب ولم يذكر الهدية وقال فيه مر أختك فلتركب قال أبو داود رواه خالد عن أكرمة بمعنى هشاب حدثنا محمد بن خالد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريد أخبرني سعيد بن أبي أيود أن يزيد بن أبي حبيب أخبر أن أبا الخير حدث عن عقبة بن عامر الجهني قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله فأمرتني أن أستثي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسفيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لتمشي والتركب حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وحيد حدثنا أيوب عن أكرمة عن ابن عباس قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطط إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم قال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صوم حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سميدنا الطويل عن سابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يهادى بين إبنيه فسأل عنه فقالوا نذر أن يمشي فقال إن الله لغني عن تعليل هذا نسه وأمره أن يركب قال أبو داود عواه عمر بن أبي عمر عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا يخيى بن معين حدثنا حجاج عن ابن جريت قال أخبرني عاقم الأحوال أن طاووسا أخبره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالشعبة بإنسان يقوده بخزامة في أنفه فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده وأمره أن يقوده بيده حدثنا أحمد بن حف ابن عبد الله السلمي قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم يعني ابن طخمان عن مطر عن عكرم عن ابن عباس أن أبت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية وأنها لا تطيق ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لغني عن مشي أختك فلتركب والتهدب دا حدثنا شعيب بن عيوب حدثنا معاوية بن هشام عن صفيان عن أبيه عن عكرم عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أختي نذرك أن تنشي إلى البيت فقال إن الله لا يطمع بمشي أختك إلى البيت شيئا حدثنا نوسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا حبيب للمعلم عن عطاء بن أبي رباع وعن جابر بن عبد الله أن رجلا قام يوم الفتح فقال يا رسول الله إني نظرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقبس ركعتين قال صلها هنا ثم أعاد عليه فقال صلها هنا ثم أعاد عليه فقال شأنك إذا قال أبو داود هو ينحوه عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مخنج بن خالد حدثنا أبو عاق وحدثنا عباس العنبري المعنى حدثنا روح عن ابن جريت أخبرني يوسف بن الحكم بن أبي سفيان أنه سمع حفظ بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف وعمر وقال عباس بن حنة أخبره عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر ذات فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعث محمدا بالحق لو صليتها هنا لأجدأ عنك صلاة في بيت المقرس قال أبو داود رواه الأنصاري عن ابن جريت فقال جعفر بن عمر وقال عمر بن حين وقال أخبره عن عبد الرحمن بن عوف وعن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مقع نبي قال رأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي عنها حدثنا عمر بن عون أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاه الله أن تصوم شهرا فنجاه الله فلم تصم حتى ماتت فجاءت ابنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ذهير حدثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة قال قد وجب أجره ورجعت إليك في الميراد قالت وإنها ماتت وعليها قوم شفر فذكر نحو حديث عم حدثنا مسدد حدثنا يحيا قال سمعت الأعمش وحدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو معاوية عن الأعمش المعنى عن مسلم البطين عن سعيد بن جبيب عن ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنه كان على أميها قوم شفر أفأقضيه عنها فقال لو كان على أمك دين أكنت قابية قالت نعم قال فدين الله أحق أن يقضى حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهو أخبرني عمر بن الحارف عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صياء صام عنه وليه حدثنا مسدد حدثنا الحارف بن عبيد أبو قدامة عن عبيد الله بن الأخنة عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن نمأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نظرت أن أضرب على رأسك بالدفل قال أوفي بنذرك قال إني نظرت أن أذبح في مكان كذا وكذا مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلين قال لصنم قالت لا قال 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 أوفي بنا حدثنا داود بن رشيد حدثنا شعيب بن إسحاق عن أوزاعي عن يحب بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة قال حدثني ثابت بن الضحاة قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وسن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال هل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معطية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون حدثنا عبد الله بن يزيد بن مقسى من الثقافي من أهل الطائف قال حدثتني سارة بنت مقسى من الثقافي أنها سمعت نيمونة بنت شرزم قال خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت الناس يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أبده بطري فدنى إليه أبي وهو على ناقة له معه ذرة كذرة الكتاب فسمعت الأعراب والناس يقولون أطبطبي أطبطبي فدنى إليه أبي فأخذ بقدمه قال فأقر له ووقف فاستمع منه فقال يا رسول الله إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأس بوانه في عقبة من الثنايا عدة من الغنام قال لا أعلم إلا أنها قالت خمسين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بها من الأوثان شيء قال لا قال فأوفي بما نذرت به لله قالت فجمعها فجعل يذبحها فانفلتت منها شاث فطلبها وهو يقول اللهم أوف عني نذري فظفرها فذبحها حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو بكر من الحنفي حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمر بن شعيب عن ميمونة بنت تردم بن سفيان عن أبيها نحوة مختصر منه شيء قال هل بها وطن أو عيد من أعياد الجاهلية قال لا قلت إن أمي هذه عليها نذر ومشي أفأقضيه عنها وربما قال ابن بشار أنا أقضيه عنها قال نعم حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عيف قالا حدثنا حمد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمغان بن حسين قال كانت العضباء لرجل من بني عقير وكانت من سوادق الحاج قال أسر فأسى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وساق والنبي صلى الله عليه وسلم على حمار عليه خطيفة فقال يا محمد على ما تأخذني وتأخذ سابقة الحاج قال نأخذك بجذيرة حلفائك ثقيف قال وكان ثقيف قد أسروا رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد قال فيما قال وأنا مسلم أو قال وقد أسلمت فلما مضى النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود فهمت هذا من محمد بن عيسى ناداه يا محمد يا محمد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فرجع إليه فقال ما شأنك قال إني مسلم قال لو قلتها وأنت تنبك أمرك أفلحت كل الفلح قال أبو داود ثم رجعت إلى حديث سليمان قال يا محمد إني جاء فأطعمني إني ضمآن فاسقني قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه حاجته أو قال هذه حاجته ففودي الرجل بعد بالرجلين قال وحبث رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لرحلة قال فأغار المشركون على ترحي المدينة فذهبوا بالعضباء قال فلما ذهبوا بها وأثروا امرأة من المسلمين قال فكانوا إذا كان الليل يريحون إب لهم في أثنيتهم قال فنوموا ليلة وقامت المرأة فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا رغى حتى أتت على العضباء قال فأتت على ناقة زلول مجرة قال فركبتها ثم جعلت لله عليها إن نجاه الله لتنحرنها قال فلما قدمت المدينة غرفت الناقة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأرسل إليها فجيء بها وأخبر بنذرها فقال بئت ما جذيتيها أو جذتها إن الله أنجاه عليها لتنحرنها لا وفاء لنذر في معطية الله ولا فيما لا يندك ابن آداد قال أبو داود والمرأة هذه امرأة أبي ذر حدثنا سليمان بن داود وابن الزرش قالا حدثنا إذن وهب أخبرني يونس قال قال ابن شهاب فأخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب ابن مالك أن عبد الله ابن كعب وكان قائد كعب من بنيه سين عنه عن كعب ابن مالك قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رحوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك قال فقلت إني أمسك سهن الذي بخيبر حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبد الله ابن كعب ابن مالك عن أبيه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم قين كيب عليك إني أنخلع من مالي فذكر نحوه إلى خير لك حدثني عبيد الله ابن عمر حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن ابن كعب ابن مالك عن أبيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو أبو لبابة أو من شاء الله إن من توبتي أن أهجر دار قوم التي أصبت فيها الزم وأن أنخلع من مال كله صدقة قال يجرئ عنك الثرث حدثنا محمد بن المتوكل حدثنا عبد غزاق قال أخبرني معمر عن الزهري قال أخبرني ابن كعب ابن مالك قال كان أبو لبابة فذكر معناه والقصة لأبي لبابة قال أبو داود رواه يونس عن ابن شهاد عن بعض بن السائب ابن أبي لبابة ورواه الزبيدي عن الزهري عن حسين بن السائب ابن أبي لبابة مثلا حدثنا محمد بن يحيا حدثنا حسن بن الربيع حدثنا ابن إدريس قال 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 ابن إسحاق حدثني الزهري عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب عن أبيه عن جده في قصته قال قلت يا رسول الله إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى الله وإلى رسوله صدقة قال لا قلت فنصف قال لا قلت فثلث قال نعم قلت فإني سأمسك سثني من خيبر حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي عن ابن أبي فديك قال حدثني طلحة بن يحيا الأنطار عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن قريب عن ابن عباث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا أطاقه فليفبه قال أبو داود روا هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي الهند أو قفوه على ابن عباد حدثنا هارون بن عباد الأزي حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش عن محمد المولى المغير قال حدثني كعب بن علقمة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين قال أبو داود ورواه عمر بن الحارث عن كعب بن علقمة عن ابن شناسة عن عقبة حدثنا محمد بن عوض أن سعيد بن الحكم حدثهم أصبرنا يحيى يعني ابن أيوب حدثني كعب بن علقمة أنه سنع ابن شناسة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني نظرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو في بن بره حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمى السماسر فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه فقال يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة حدثنا الحسين بن عيسى البسطمي وحامد بن يحيا وعبد الله بن محمد الزهري قالوا حدثنا سفيان عن جانع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعيل وعاقم عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرضة بمعنى قال يحضره الكذب والحلف وقال عبد الله الزهري اللغو والكذب حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عمر يعني ابن أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا لزم غريما له بعشرة جنانير فقال والله لا أفارق حتى تقضيني أو تأتيني بحميل فتحمل بها النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه بقدر ما وعد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين أصبت هذا الذهب قال من معدن قال لا حاجة لنا فيها وليس فيها خير فقضاها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمل ابن يونس قال حدثنا أبو شهاب حدثنا ابن عون عن الشعبي قال سمعت النعمال ابن بشير ولا أسمع أحدا بعده يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات وأحيانا يقول مشتبهة وسأضرب لكم في ذلك مثلا إن الله حما حبا وإن حما الله ما حرم وإنه من يرعى حول الحما يوشك أن يخالط وإنه من يخالط الريبة يوشك أن يجسر حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى حدثنا زكريا عن عامر الشعبي قال سمعت النعمال ابن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بهذا الحديث قال وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ عرضه ودينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام حدثنا محمد بن عيسى حدثنا هشين أخبرنا عباد بن راشد قال سمعت سعيد بن أبي خيرة يقول حدثنا الحسن منذ أربعين سنة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا وهو ابن بقية أخبرنا خالد عن داود يعني ابن أبيهن وهذا لفظه عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا فإن لم يأكله أصابه من بخاره قال ابن عيسى أصابه من غباره حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا ابن إدريس أخبرنا عاصم ابن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازه ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوطي الحافر أوسع من قبل رأسه أوسع من قبل رأسه فلما رجعت تقبله داع امرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك بقمة في ثمه ثم قال أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها فأرسلت المرأة قالت يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع يشتري لي شاة فلم أجد فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل إلي بها بثمنها فلم يوجد فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعميه الأسارة حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ذهير حدثنا سماس حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعور عن أبيه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربى ومؤكله وشاهده وكاتبه حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عبد عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداعي قول ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ألا وإن كل دم من دم الجاهلية موضوع وأول دم أضع منها دم الحارف بن عبد المطلق كان مستردعا في بني ليس فقتلته ذي قال اللهم هل بلغ قالوا نعم ثلاث مرات قال اللهم اشهد ثلاث مرات حدثنا أحمد بن عمر بن السرح حدثنا إذن وهب وحدثنا أحمد بن صالح حدثنا عن بسة عن يونس عن ابن شهاد قال قال لي ابن المسيب إن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحليف منفقة للسلعة منفقة للبركة قال ابن السرح للكث وقال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبيد الله بن معان حدثنا أبي حدثنا سفيان عن سماك بن حر حدثني سويد بن قيس قال جلبت أنا ومحرفة العبد بزا من هجر فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فساومنا بسراويل فبعنا وثم رجل يزن بالأجر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذن وأرجح حدثنا حفظ بن عمر ومسلم بن إبراهيم المعنى قريب قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن أبي صفوان بن عميرة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن يهاجر بهذا الحديث ولم يذكر يزن بأجر قال أبو جاود رواه قيس كما قال سفيان والقول قول سفيان حدثنا ابن أبي رزمة سمعت أبي يقول قال رجل لشعبة خالفك سفيان قال دمغسني وبلغني عن يحيبني معين قال كل من خالف سفيان فالقول قول سفيان حدثنا أحمد بن خنبل حدثنا وكيع عن شعبة قال كان سفيان أحفظ مني حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن لكين حدثنا سفيان عن حنظلة عن قاوو عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوز وز أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة قال أبو جاود وكذا رواه الفريابي وأبو أحمد عن سفيان وعفقهما في المثن وقال أبو أحمد عن ابن عباس مكان ابن عمر ورواه الوليد بن مسلم عن حنظلة قال وزن المدينة ومكيال مكة قال أبو داود واختلث في المثن في حديث مالك بن دينار عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حدثنا سعيد بن منصور حدثنا أبو الأحوخ عن سعيد بن مسروق عن الشعبي عن سمعه عن سمرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هاهنا أحد من بني فلان فلم يجبه أحد ثم قال هاهنا أحد من بني فلان فلم يجبه أحد ثم قال هاهنا أحد من بني فلان فقام رجل فقال أنا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين أما إني لم أنوه بكم إلا خيرا إن صاحبكم مأسور بدينه فلقد رأيته أدى عنه حتى ما بقي أحد يطلبه بشيء قال أبو داود سمعان بن مشند حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا إذن وهد حدثني سعيد بن أبي أيوب أنه سمع أبا عبد الله الترشي يقول سمعت أبا غردة بن أبي موسى الأشعري يقول عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء حدثنا محمد بن المتوكل العبد صلاني حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلم عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات وعليه دين فأتي بميت فقال أعليه دين قالوا نعم ديناران قال صلوا على صاحبكم فقال أبو قتادك الأنصري هما علي يا رسول الله قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا فعلي قضاءه ومن ترك مالا فلورتته حدثنا عثمان بن أبي شيبة وقطيبة بن سعيد عن شريك عن سماك عن عكرمة رفعه قال عثمان وحدثنا وكيع عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشترى من عير تبيعا وليس عنده ثمنه فأربح فيه فباعه فتطدق بالربح على أرامل بني عبد المطلق وقال لا أشتري بعدها شيئا إلا وعندي ثمنه حدثنا عبد الله بن مسلمة لقى نبي عن مالك عن أبي الزناد عن أعرق عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني غلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع حدثنا لقى نبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع قال استثنف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل من الطدقة فأمرني أن أخضي الرجل بكرا فقلت لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيا عن مصر عن محارب بن ديثار قال سمعت جاذر بن عبد الله قال كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق رباعي الذهب بالورق رباعي إلا هاء وها وتمر بالتمر رباعي إلا هاء وها والشعير بالشعير رباعي إلا هاء وها حدثنا الحسن بن علي حدثنا بشر بن عمر حدثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المكي عن أبي الأشعة الصنعاني عن عبادة ابن صامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بالفضة تبرها وعينها والبر بالبر مدين بمدين والشعير بالشعير مدين بمدين والتمر بالتمر مدين بمدين والملح بالملح مدين بمدين فمن داد أو ازداد فقد أرضى ولا بأس ببيع الزهد بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد وأما نتيئة فلا ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد وأما نتيئة فلا قال أبو داود روى هذا الحديث سعيد بن أبي عروبة وهشام التستوئي عن خسادة عن مزن بن يسار بإسناده حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن خالد عن أبي خلابة عن أبي الأشعة الصنعاني عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر يزند وينقص وزاد قال فإذا اختلفت هذه الأصناف تبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد حدثنا محمد بن عيسى وأبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن منيع حالو حدثنا ابن المبارك وحدثنا ابن العلاء أخبرنا ابن المبارك عن سعيد بن يزيد حدثني خالد بن أبي عمران عن حنش عن فضالة بن عبيد قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز قال أبو بكر وابن منيع فيها خرز معنقة بدهب ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة دنانير قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينه وبينه فقال إنما أردت الحجارة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما قال فرده حتى ميز بينهما وقال ابن عيسى أردت التجارة قال أبو داود وكان في كتابه الحجارة حدثنا قصيفة بن سعيد حدثنا الليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعان عن فضالة بن عبيد قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينار فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينار فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل حدثنا قصيفة بن سعيد حدثنا الليث عن أبي جعفر عن الجلاح أبي كثير حدثني حنش الصنعان عن فضالة بن عبيد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر مبايع اليهود الأوقية من الذهب بالدينار قال غير قتيبة بالدينارين والثلاثة ثم اتفقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بولن حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب المعنى واحد قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر كلما قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الضراهم وأبيع بالدراهم وأخذ الذنانير آخذ هذه من هذا وأعقي هذه من هذا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفة فقلت يا رسول الله رويا أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنمير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ذأت أن تأخذها بتعري يومها ما لم تفترقا وبيلكما شيء حدثنا حسين بن الأسود حدثنا عبيد الله أخبرنا إسرائيل عن سماك بإسناده ومعناه والأول أتم لم يذكر بتعري يومها حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن ثمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نتيئة حدثنا حفظ بن عمر حدثنا حماد بن سلم عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمر بن حريش عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفذت الإبل فأمره أن يأخذ في قلاط الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة حدثنا يزيد بن خالد الهمداني وقصيبة بن سعيد الثقافي أن ليس حدثهم عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدي حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاط عن البيضاء بالسلط قال له سعد أيهما أفضل قال البيضاء فنهاه عن ذلك وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبث قالوا نعم فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال أبو داود رواه إسماعيل بن أمية نحو مالك حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير أخبرنا عبد الله أن أبا عياش أخبر أنه سمع سعد بن أبي وقاط يقول نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئ قال أبو داود رواه عمران بن أبي أنس عن مولا لبني مخزوم عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر كيلة وعن بيع العنب بالزبيب كيلة وعن بيع الزرع بالخنطة كيلة حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهو أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني خارجة ابن زيد ابن ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حسمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر ورخص في العرايا أن تباع بخرفها يأكلها أكلها رطبا حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن داود بن الحصين عن مولى ابن أبي أحمد قال أبو داود وقال لنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن أبي سفيان واسمه قزمان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في مازون خمسة أوثق أو في خمسة أوثق شك داود بن الحصين قال أبو داود حديث جابر إلى أربعة أوثق حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني حدثنا إذن وهب قال أخبرني عمر بن الحالة عن عبد ربه ابن سعيد الأنصار أنه قال العرية الرجل يعر النخلة أو الرجل يستثني من ماله النخلة أو الإثنتين يأكلها فيبيعها بتمر حدثنا هناد بن السريع عن عبده عن ابن إصحاف قال العرايا أن يهب رجل للرجل النخلات فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل خرقها حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمار حتى يبدو طلاحها نهى البائع والمشتري حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا ابن علية عن عيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري حدثنا حفظ ابن عمر النمري حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن مولى لقريش عن أبي هريرة قال نهى رفول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم وعن بيع النخل حتى تفرز من كل عارض وأن يصلي الرجل بغير حزان حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان أخبرنا سعيد بن ميناء قال سمعت جافر ابن عبد الله يقول نهى رفول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السمرة حتى تشقح قيل وما تشقح قال تحماره وتصفاره ويؤكل منك حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو الوليد عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يثود وعن بيع الحب حتى يشتد حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عن بسة بن خالد حدثني يونس قال حدثني يونس قال سألت أبو الناس عن بيع السمر قبل أن يبدو صلاحه وما ذكر في ذلك فقال كان عروة بن زبير يحدث عن سهل بن أبي حكمة عن غيد بن ثابت قال كان الناس يتبايعون التمار قبل أن يبدو صلاحه فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع قد أصاب السمر الدمانا وأصابه حدثني يونس قال وقشام وأصابه مراض عهات يحتجون بها فلما كثرت قصومتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمشورة يشير بها فإما لا فلا تتبايع الثمرة حتى يبدو صلاحها لكثرة قصومتهم واختلافهم حدثنا إسحاق بن إسناعيل الطالقاني حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار أو بالدرهم إلا العراية حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قالا حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عكيب عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين ووضع الجوائح قال أبو داود لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بثلث شيء وهو رأي أهل المدينة حدثنا مسدد حدثنا حماد عن أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعارمة وقال أحدهما بيع السنين حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة قالا حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرب زاد عثمان والحصار حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عمر بن سرح وهذا رفضه قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليفي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين أما البيعتين فالملامسة والمنابذة وأما النبستان فاشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفا عن فرجه أو ليس على فرجه منه شيء حدثنا الحسن بن عبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث زاد واشتمال الصماء أن يشتمل في ثوب واحد يضع طرقي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شرقه الأيمن والمنابذة أن يقول إذا نبثت إليك هذا الثوب فقد وجب البيع والملامثة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه فإذا مسه وجب البيع حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عن بثة بن خالد حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاف أن أبا سعيد من الخدرية قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سفيان وعبد الرزاق جميعا حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ناسع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة حدثنا أحمد بن خنبل حدثنا يحيى عن عبيد الله عن ناسع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال وحبل الحبلة أن تنتج الناقة بطنها ثم تحمل التي لتجت حدثنا محمد بن عيسى حدثنا هشير أخبرنا صالح بن عامر قال أبو داود كذا قال محمد حدثنا شيخ من بني تميم قال طبنا علي بن أبي طالب أو قال قال علي قال ابن عيسى هكذا حدثنا هشيم قال سيأتي على الناس زمان عضوض يعط الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك قال الله تعالى ولا تنتوا الفضل بينكم ويبايع المضطرون وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وبيع الحرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك حدثنا محمد بن سليمان النسيصي حدثنا محمد بن الزبقان عن أبي حيان الثيني عن أبي هريرة رفعك قال إن الله يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبا فإذا خانه خرجت من بينهما حدثنا مفذب حدثنا سفيان عن شديد بن غرقدة حدثني حي عن عروة يعني ابن أبي الجعل البارث قال أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري به أقصية أو شاء فاشترى شاتين فباع أحدهما بدينار فأتاه بشات ودينار فدعا له بالبركة في بيعت كان لو اشترى ترابا لربح فيه حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا أبو المنذر حدثنا سعيد بن زيد هو أخو حماد بن زيد حدثنا الغبير بن الخريف عن أبي لبيد حدثني عروة البارثي بهذا الخبر ولفته مختلف حدثنا محمد بن كثير العبدي أخبرنا سفيان حدثني أبو حسين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية فاشتراها بدينار وباعها بدينارين فرجع فاشترا له أضحية بدينار وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له أن يبارك له في تجارته حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة حدثنا عمر بن حمزة أصبرنا سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن يكون مثل صاحب فرق الأرز فليكن مثله قالوا ومن صاحب فرق الأرز يا رسول الله فذكر حديث الغارفين سقط عليهم الجبل فقال كل واحد منهم اذكروا أحسن عمركم قال وقال الثالث اللهم إنك تعلم أني استأجرت أجيرا لفرق أرز فلما أنسيت عرضت عليه حقه فأباء يأخذه وذهب فثمرته له حتى جمعت له بقرا ورعاءها فلقيني فقال أعطني حقي فأذهب إلى تلك البقر ورعائها فأخذها فذهب فاستاقها حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا يحيا حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيد عن عبد الله قال اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بد قال فجاء سعب بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن عمر بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول ما كنا نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعت رافع ابن خديج يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فذكرتوا لطاووس فقال قال لي ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها ولكن قال لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها فراجا معلومة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن عليا وحدثنا مسدد حدثنا بشر المعنى عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال قال سيد بن ثابت يغجر الله لرافع ابن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه إنما أتاه رجلان قال مسدد من الأنصار ثم اتفقا قد اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان هذا شأنكم فلا تكر المزارة زاد مسدد فسمع قوله لا تكر المزارة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن عتريمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن إشام عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن تعيد بن المسيد عن ثابت قال كنا نكري الأرض بما على السواقل من الزرع وما سعد بالماء منها فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى حدثنا الأوزاعي وحدثنا قتيبة بن سعيه حدثنا ليس كلاهما عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن والنفذ للأوزاعي حدثنا لي حنظلة بن قيت الأنصاري قال سألت رافعة خديج عن فراء الأرض بالذهب والورق وقال لا بأس بها إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به وحديث إبراهيم أتم وقال قتيبة عن حنظلة عن راقة قال أبو داود رواية يحيى بن سعيد عن حنظلة نحوه حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيب أنه سأل رافع ابن سديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض فقال أبي الذهب والورق فقال أما بالذهب والورق فلا بأس به حدثنا عبد الملك بن شعيد بن ليس حدثني أبي عن جدل ليس حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبر من سالم ابن عبد الله بن عمر أن ابن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع ابن خديج الأنصاري حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كراء الأرض فلقيه وعبد الله فقال يبنى خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض قال رافع لعبد الله بن عمر سنعت عمي وكانا قد شهدا بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض قال عبد الله والله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه فترك كراء الأرض قال أبو داود رواه أيوب عبيد الله وكثير بن فرقد ومالك عن نافع عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الأوزاعي عن حق بن عينان عن نافع عن رافع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك رواه زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن نافع عن ابن عمر أنه أتى رافعا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم وكذا قال عكرمة بن عمر عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج قال سمعت النبي عليه السلام ورواه الأوزاعي عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج عن عمه صهير بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود أبو النجاشي عطاء بن صهيب حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا صالد بن الحارف حدثنا سعيد عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يتار أن رافع بن حديد قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع قال قلنا وماذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه ولا يتاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حمد بن زيد عن أيوب قال كتب إلي يعلى بن حكيم أني سمعت سليمان بن يسار بمعنى إثناز عبيد الله وحديد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد عن ابن رافع بن خديج عن أبيه قال جاءنا أبو رافع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان يرفق بنا وطاعة الله وطاعة رسوله أرفق بنا نهانا أن يزرع أحدنا إلا أرضا يملك رقبتها أو منيحة يمنحها رجوا حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سكيان عن منصور عن مجاهد أن أسيد بن بغير قال جاءنا رافع بن خديج فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن أمر كان لكم نافعه طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحق وقال من استغنى عن أرضه فليمنح أخاه أو يدعه قال أبو داود وهكذا رواه صعبة ومفضل بن مهلهل عن منصور قال صعبة وسيد بن أخي رافع بن فديج حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا أبو جعفر الخصمي قال بعثني عني أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسير قال فقلنا له شيء بلغنا عنك في المزارع قال كان إن أمر لا يرى بها بأس حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث فأتاه فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتابني حارثة فرأى زرعا في أرض ذهير فقال ما أحسن زرع ذهير قالوا ليس لذهير قال أليس أرض ذهير قالوا بلى ولكنه زرع فلان قال فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة قال رافع فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة قال تعيد أفقر أخاك أو أكرهي بالدرافع حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوة حدثنا طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسير عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وقال إنما يذرع ثلاثة رجل له أرض فهو يذرعها ورجل منح أرضا فهو يذرع ما منحه ورجل تكرى أرضا بذهب أو فضة قال أبو داود قرأت على سعيد بن عقوب الطلقاني قلت له حدثكم ابن المبارك عن سعيد أبي شجاع حدثني عثمان بن سهل بن رافع بن خديج قال إني ليثلم في حجر رافع بن خديج وحججت معه فجاءه أخي عمران بن سهل فقال أخرينا أرضنا كلانا بمئتي ذرهم فقال دعه فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا الفضل بن دكير حدثني دكير يعني ابن عامر عن ابن أبي نعم حدثني رافع بن خديج أنه زرع أرضا فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذقيها فسأله لمن الزرع ولمن الأرض فقال زرعي ببدري وعمل لي الشطط ولبن فلال الشطط فقال أربيتما فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتا حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا إسماعيل وحدثنا مسدد أن حمادا وعبد الوارث حدثاهم كلهم عن أيوب عن أبي زبير قال عن حماد وسعيد بن ميناء ثم اتفقوا عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمذابنة والمخابرة والمعاومة قال عن حماد وقال أحدهما والمعاومة وقال الآخر بيع السنين ثم اتفقوا وعن السنية ورخص في العراية حدثنا أبو حقص عمر بن يزيد السياري حدثنا عباد بن العوان عن صفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة وعن السنية إلا أن يعلم حدثنا يحيى بن معين حدثنا ابن رجاء يعني المكي قال ابن خثير حدثني عن أبي زبير عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله حدثنا أبو بكر بن أبي شيفة حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ثابت بن حجاج عن زيد بن ثابت قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة قلت وما المخابرة قال أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو در حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليل عن محمد بن عبد الرحمن يعني ابن غنج عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نحن خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطرة مركة حدثنا أيوب بن محمد الرقي حدثنا عمر بن أيوب حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن نقسم عن ابن عباس قال افتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر واشترق أن له الأرض وكل قطراء وبيضاء قال أهل خيبر نحن أعلم بالأرض منكم فأعطناها على أن لكم نصف ثمر ولنا نصف فزعر أنه أعطاهم على ذلك لما كان حين يسرم النخل بعث إليهم عبد الله بن رواحة فحزر عليهم النخل وهو الذي يسميه أهل المدينة الخرق فقال في ذلك كذا وكذا قالوا أكثرت علينا يا ابن رواحة فقال فأنا ألي حزر النخل وأعطيكم نصف الذي قلت قالوا هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض قد رضينا أن نأخذه بالذي قلت حدثنا علي بن سهل من غملي حدثنا زيد بن أبي الزرقاء عن جعفر بن برقان بإسناده ومعناه قال فحجر وقال عند قوله كل صفراء وبيضاء يعني الذهب والفضة له حدثنا محمد بن سليمان الأنبري حدثنا كثير يعني ابن هشار عن جعفر بن برقان حدثنا ميمون عن نفس من أن النبي صلى الله عليه وسلم في نفسة حقيبر فذكر نحو حديث زيد قال فحذر النخل وقال فأنا ألي جذاب النخل وأعطيكم نصف الذي قلت حدثنا يحيى بن معين حدثنا حجاج عن ابن جريد قال أخبرت عن ابن شهاف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه ثم يخير يهود فيأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل السمار وتفرر حدثنا ابن أبي خلف حدثنا محمد بن سابق عن إبراهيم بن طحنان عن أبي الزبيع عن جاذر أنه قال أساء الله على رسوله خيبر فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان وجعلها بينه وبينهم فبعث عبد الله بن رواحة فخرطها عليهم حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قالا حدثنا ابن جريج أخضر لأبو الزبيع أنه سمع جاذر ابن عبد الله يقول خرطها ابن رواحة أربعين ألف وقف وزعموا أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا الثمر وعليهم عشرون ألف وقف حدثنا أبو بكر بن أبي شيخ حدثنا وقيع وحميد بن عبد الرحمن الرواسي عن مغيرة بن زياذ عن عبادة بن نسي عن الأسود بن فعلب عن عبادة بن صامت قالوا علمت ناسا من أهل الصفة الكتابة والقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسة فقلت ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أسألنه فأتيته فقلت يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسة ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله قال إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها حدثنا عمر بن عثمان وكثير بن عبي قال حدثنا بقية حدثني بشر بن عبد الله بن يسار قال عمر وحدثني عبادة بن نسي عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن صامت نحو هذا الخبر والأول أتم فقلت ما ترى فيها يا رسول الله فقال جمرة بين كتفيك تقلتها أو تعلقتها حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي تعيد الخدري أن رخطا من أضحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن طلقوا في سفرة سافروها فنزلوا بحي من أخياء العرب فصدافوهم فأبوا أن يضيفوهم قال فلدغ سيد ذلك الحي فشفوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرخط الذين نزلوا بكم لعل أن يكون عند بعضهم شيء ينفع صاحبكم فقال بعضهم إن سيدنا ندر فشفينا له بكل شيء فلا ينفعه شيء فهل عند أحد منكم شيء يشفي صاحبنا يعني رقية فقال رجل من القوم إني لأرقي ولكن استضفناكم فأبيتم أن تضيفون ما أنا براق حتى تجعلوا بي جعلا فجعلوا له قطيعا من الشاء فأتاه فقرأ عليه بأم الكتاب ويدفل حتى برئ كأنما أنشط من عقال فأوفاهم جعلهم الذي صالحوه عليه فقال اقتسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستأمره فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين علمتم أنها رقية أحسنتم واضربوا لي معكم بسهن حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين عن أبي تعيذ من صديق عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث حدثنا عبد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعب عن خارجة بن صل عن عمله أنه مر بقوم فأتوه فقالوا إنك جئت من عند هذا الرجل بخير فارق لنا هذا الرجل فأتوه برجل معتوه في القيود فرقاه بأم القرآن ثلاثة أيام غدوة وعشية كلما ختمها جمع رزاقه ثم تفل فكأنما أنشط من عقال فأعطوه شيئا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره له فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق حدثنا موسى بن اسماعيل أخبرنا أبان عن نحية عن إبراهيم بن عبد الله يعني نقارض عن سائب بن يزيد عن رافع بن خديج إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث ومهر البعيد خبيث حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن محيط عن أبيه أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجارة الحجام فنهاه عنها فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى أمره أن يعرفه ناضحك ورقيقك حدثنا موسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن عكم عن ابن عباس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجرف ولو عينه خبيثا لم نعرف حدثنا القعنبي عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك إنه قال حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من دمر وأمر أهله أن يخفشوا عنه من خراجه حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة قال سمعت أبا حاذم سمع أبا هريرة قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإمام حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عكرمة حدثني طارق بن عبد الرحمن القرشي قال جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار فقال لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم فذكر أشياء ونهى عن كسب الأمام إلا ما عملت في يدها وقال هكذا بأطابعه نحو الخبر والغزل والنفس حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن أبي حديك عن عبيد الله يعني ابن هرير عن أبيه عن جده رافع هو ابن خديج قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة حتى يعلم من أينه حدثنا قصيفة عن حسيان عن زهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نها عن ثمن الكلب ومهر البغي وحنوان الكاه حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا إسماعيل عن علي بن الحكم عن ناسع عن ابن عمر قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحر حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حمد بن سلم أخبرنا محمد بن إسحاف عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي ماجدة قال قطعت من أذن غلام أو قطع من أذن فقدم علينا أبو بكر حاجة اجتمعنا إليه فرفعنا إلى عمر بن الخطاب فقال عمر إن هذا قد بلغ القصاص أدعو لي حجاما ليقصص منه فلما دعي الحجام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني وهبت لخالتي غلاما وأنا أرجو أن يبارك لها فيه فقلت لها لا تسلميه حجاما ولا طائغا ولا قصاصا قال أبو داود روى عبد الأعلى عن ابن إسحاف قال ابن ماجدة رجل من بني سهم عن عمر بن الخطاب حدثنا يوسف بن موسى حدثنا سلمة بن الفضل حدثنا ابن إسحاف عن العلاء بن عبد الرحمن الفرقي عن ابن ماجدة السهمي عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حدثنا الفضل بن يعقوب حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاف حدثنا العلاء بن عبد الرحمن الفرقي عن ابن ماجدة السهمي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نثلا حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن الزهرية عن صالح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ومن باع نفلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع حدثنا القاع نبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصة العبد وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة النفع قال أبو داود واختلف الزهري ونافع في أربعة أحاديث هذا أحدها حدثنا مسدد حدثنا يحيا عن شفيان حدثني سلمة بن كهي حدثني من سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نداع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يحبط بها الأسواق حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا عبيد الله يعني ابن عمر الرقي عن أيوب عن ابن فيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلق الجلب فإن تلقاه متلق مشتر فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق قال أبو علي سمعت أبا داود يقول قال سفيان لا يبع بعضكم على بيع بعض أن يقول إن عندي خيرا منه بعشرة حدثنا أحمد بن عمر بن السرح حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيد عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لبات فقلت ما يبيع حاضر لبات قال لا يكون له سمسارة حدثنا زهير بن حرب أن محمد بن الزبرقان أبا همام حدثهم قال زهير وكان ثقة عن يونس عن الحسن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لبات وإن كان أخاه أو أباه قال أبو داود سمعت حصة بن عمر يقول حدثنا أبو هلال حدثنا محمد عن أنس بن مالك قال كان يقال لا يبيع حاضر لبات وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن سالم المكي أن أعراضيا حدث أنه قدم بحلوبة له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل على طلحة بن عبيد الله فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لبات ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى آمرك أو أنهاء حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا أبو الزبيع عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لبات وذر الناس يرجط الله بعضهم من بعض حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن أبي الزناد عن الأعراض عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تصر الإبل والغنم فمن اكتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحذبها فإن غضيها أنسكها وإن فخطها ردها وصاع من تم حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أيوب وهشام وحبيب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شاكا مصراتا فهو بخير ثلاثة أيام إن شاء ردها وصاعا من طعام لا ثمراء حدثنا عبد الله بن مخلد التميني حدثنا المكي يعني ابن إبراهيم حدثنا ابن جريح حدثني زياذ أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد الأصبر أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مصراتا احتلبها فإن غضيها أنسكها وإن فخطها فهي حلبتها صاع من تم حدثنا أبو كامل حدثنا عبد الواحد حدثنا صدقة بن سعيد عن جميع بن عمير التيني قال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع محفلة فهو بخير ثلاثة أيام فإن ردها رد معها مثل أو مثل ليل بنها قمحة حدثنا وهو ابن بقية أخبرنا خالد عن عمر بن يحيا عن محمد بن عمر بن عطاء عن سعيد بن المسيد عن معمر بن أبي معمر أحد بني عزي بن فعب قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطر وغجري سعيد فإنك تحتكر قال ومعمر كان يحتكر قال أبو داود وسألت أحمد من الحكرة قال ما فيه عيحمان قال أبو داود قال الأوزاعي المحتكر من يعفر تسور حدثنا محمد بن يحيا بن فياض حدثنا أبي وحدثنا ابن المسنة حدثنا يحيا بن فياض حدثنا همام عن قتادة قال ليس في تمر حكرة قال ابن المسنة قال عن حسن فقلنا له لا تقل عن حسن قال أبو داود هذا الحديث عن جنابات قال أبو داود كان سعيد بن المسيب يحتكر النوى والخبط والبذل وسمعت أحمد بن يونس يقول سألت سفيان عن كبس القتي فقال كانوا يكرهون الحكرة وسألت أبا بكر بن عياش فقال حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا معتمر سمعت محمد بن فضاء يحدث عن أبيه عن علقمة بن عبد الله عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكتر فكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأب حدثنا محمد بن عطمان جمشقي أن سليمان بن بلال حدثهم قال حدثني العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رجلا جاء فقال يا رسول الله تعرف فقال بل أدعو ثم جاءه رجل فقال يا رسول الله تعرف فقال بل الله يخفض ويرفع وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا ثابث عن أنث بن مالك وقتادة وحميد عن أنث قال قال الناس يا رسول الله غلط سعر فسعر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباطط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا سفيال بن عيونة عن العلاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فسأله كيف تبيع فأخبره فأوحي إليك أن أدخل يدك فيه فأدخل يده فيه فإذا هو مدلول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غشت حدثنا الحسن بن الصباح عن علي عن يحيا قال كان سفيال يكره هذا التسير ليس منا ليس مثلنا حدثنا عبد الله بن مسلمة عن نالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على طاحبه ما لم يفترقاه إلا بيع الخيار حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال أو يقول أحدهما لصاحبه اختر حدثنا قصيبة بن سعيد حدثنا ليس عن ابن عجلان عن عمر بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمر بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان بالخيار ما لم يفترقاه إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه أشية أن يستخيل حدثنا مسدد حدثنا حماد عن جميل ابن مرة عن أبي الوضيء قال غذونا غذوة لنا فنزلنا من ظلا فباع صاحب لنا فرة لغلام ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما فلما أخبحا من الغد حضر الرحيل فقام إلى فرته يسرجه فندم فأتى الرجل وأخذه بالبيع فأبى الرجل أن يدفعه إليه فقال بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فأتيا أبا برزة في ناحية العكر فقالا له هذه القصة فقال أترضيان أن أخضي بينكما بخضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا قال هشام بن حسان حدث جميل أنه قال ما أراكم افترقتما حدثنا محمد بن حاتم الجرجراء قال مروان الفزاري أخبرنا عن يحيى ابن أيوه قال كان أبو زرعة إذا بايع رجلا خيرا قال ثم يقول خيرني ويقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتفرقن اثنان إلا عن فراط حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة عن قتالة عن أبو الخليل عن عبد الله بن الحارق عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن شتما وكذبا محقت البركة من بيعهما قال أبو داود وكذلك رواه تعيد بن أبي عروبة وحمام وأما همام فقال حتى يتفرقا أو يختارا ثلاث مرار حدثنا يحيى بن معين حدثنا حقص عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقاله الله عقاته حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن زكريا عن محمد بن عمر عن أبي سلم عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعه فله أوكتهما أو الربا حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهو أخبرني حيوة بن شريح وحدثنا جعفر بن مسافر التنيسي حدثنا عبد الله بن يحيى البرولوسي حدثنا حيوة بن شريح عن إسحاق أبي عبد الرحمن قال سليمان عن أبي عبد الرحمن الخراتاني أن عطاء الخراتاني حدث أن نافعا حدث عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وربيتم بالزرع وتركتم الجهاز صلت الله عليكم دلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم قال أبو داود الإصبار لجعفر وهذا لفظه حدثنا عبد الله بن محمد النفيل حدثنا ياسفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهان عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف في تمر فليسلف في كيف معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم حدثنا حفظ بن عمر حدثنا شعب وحدثنا ابن كثير أخبرنا شعبة أخبرني محمد أو عبد الله بن مجالد قال اختلف عبد الله بن شداد وأبو بردة في السلف فبعثوني إلى ابن أبي أوفى فسألته فقال إن كنا نسلف على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الخنطة والشعير والتمر والذبيب زاد ابن كثير إلى قوم ما هو عندهم ثم اتفقا وسألت ابن أبذا فقال مثل ذلك حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيا وابن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي المجالد وقال عبد الرحمن عن ابن أبي المجالد بهذا الحديث قال عند قوم ما هو عندهم قال أبو داود الصواب ابن أبي المجالد هو شعبة أخطأ فيه حدثنا محمد بن المصفى حدثنا أبو المغيرة حدثنا عبد الملك بن أبي غنية حدثني أبو إسحاق عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشام فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في البر والزيت سعرا معلوما وأجلا معلوما فقيل له ممن له ذلك قال ما كنا نسألهم حدثنا محمد بن كثير أخبرنا صفيان عن أبي إسحاق عن رجل نجراني عن ابن عمر أن رجلا أسلف رجلا في نخل فلا تخرج تلك السنة شيئا فاختصمائب النبي صلى الله عليه وسلم فقال بما تستحل ماله اردد عليه ماله ثم قال لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أبو بدر عن زياد بن خيثمة عن سعد يعني طائب عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخضري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن بكير عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخضري أنه قال أصيب رجلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار اكتاعها فكثر دين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك حدثنا سليمان بن داوود المهلي وأحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريف وحدثنا محمد بن معمر حدثنا أبو عاصم عن ابن جريف المعنى أن أبا الغبير المكي أخبره عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بعت من أخيك ثمرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق حدثنا سليمان بن داوود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرني عثمان بن الحكم عن ابن جريف عن عطاء قال الجوائف كل ظاهر مفسد من مطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريف حدثنا سليمان بن داوود أخبرنا ابن وهب أخبرني عثمان بن الحكم عن يحيى بن سعيد أنه قال لا جائحة فيما أصير دون ثلث رأس المال قال يحيى وذلك في سنة المسلمين حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء ليمنع به فلا حدثنا أبو بكل بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده ورجل حلف على سلعة بعد العطر يعني كاذبة ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفاله وإن لم يعطه لم يفله حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش بإسناده ومعناه قال ولا يذكيهم ولهم عذاب أليم وقال في السلعة بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه الآخر فأخذها حدثنا عبيد الله بن معام حدثنا أبي حدثنا كهمة عن سيارة منظور رجل من بني فزارة عن أبي عن امرأة يقال لها أهيثة عن أبيها قال فأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميطه فجعل يقبل ويلتزن ثم قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منه قال الماء قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منه قال المث قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منه قال أن تفعل الخير خير لك حدثنا علي بن جعد أخبرنا حريز بن عثمان عن حبان بن زيد الشرعب عن رجل من قرن وحدثنا أبو سدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا حليز بن وثمان حدثنا أبو فداش وهذا لفظ عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسمعه يقول المسلمون شركاء في ثلاثة الكلأ والماء والنار حدثنا عبد الله بن محمد من نفيري حدثنا داود بن عبد الرحميان العطار عن عمر بن دينار عن أبي المنهاجر عن إياس بن عبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع قبل الماء حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وحدثنا ربيع بنافع أبو ثوبة وعلي بن بحر قال حدثنا عيسى وقال إبراهيم أخبرنا عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا عمر بن زيد صنعاني أنه سمع أبا الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب حدثنا قصيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمان عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهر حدثنا الربيع منافع أبو توبة حدثنا عبيد الله يعني ابن عمر عن عبد الكريم عن قيف بن حسر عن عبد الله بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعب أخبرني عون بن أبي جحيفة أن أباه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهو حدثني معروف بن سعيد الجذامي أن علي بن رباح اللحنية حدث أنه سمع أباه عيرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهر ولا مهر البغي حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهو حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن بخت عن أبي الزناد عن أعراج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم الخمر وتمنها وحرم الميتة وتمنها وحرم الخنزير وتمنها حدثنا قسيبة بن سعيد حدثنا ليت عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأطمام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلع بها السفن ويدهن بها الجلود ويكتصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا سمنه حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاطم عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب قال كتب إلي عطاء عن جابر النحو لم يقل هو حرام حدثنا مسدد أن بشر بن المفضل وخالد بن عبد الله حدثاهم المعنى عن خالد الحزاء عن بركة قال مسدد في حديث خالد بن عبد الله عن بركة أبي الوليد ثم اتفقاه عن ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاليا عند الركم قال فرفع بطره إلى السماء فضحه فقال لعن الله اليهود ثلاثا إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه ولم يقل في حديث خالد بن عبد الله الطحان رأيته وقال قاتل الله اليهود حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس ووكيع عن طعمة بن عمر الجعفري عن عمر بن بيان التغربي عن عروة بن المغيرة بن شوبة عن المغيرة بن شوبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع الخمر فليشقص الخنازية حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروح عن عائشة قالت لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة قرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ أبنا علينا وقال قرمت التجارة في الخمر حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بإسناده ومعناه قال الآيات الأواخر في الربا حدثنا عبد الله بن مسلمة عن نالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه حدثنا عبد الله بن مسلمة عن نالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي اتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيع يعني الجزاء حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيا عن عبيد الله أصبرني نافع عن ابن عمر قال كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهوه حدثنا عمر عن المنذر بن عبيد المديني أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن صفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله زاد أبو بكر قال قتل ابن عباس لما قال ألا ترى أنهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجع حدثنا مسدد وسليمان بن حرب قالا حدثنا حمان وحدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة وهذا لطل مسدد عن عمر بن إينار عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشترى أحدكم طعاما فلا يبيعه حتى يقضه قال سليمان بن حرب حتى يتوفيه زاد محدد قال وقال ابن عباس وأحكب أن كل شيء مثل طعام حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن ثالث عن ابن عمر قال رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام جزافة أن يبيعوه حتى يزلغه إلى رحمه حدثنا محمد بن عوفن الطائب حدثنا أحمد بن خالد الوهدي حدثنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناس عن عبيد بن حنين عن ابن عمر قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل فأعطاني به ربحا حتى فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بجراعي فالكفت فإذا زيت ابن ثابت فقال لا تبعه حيث تعته حتى تحوزه إلى رحمه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع استلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بايعك فقل لا خلاب فكان الرجل إذا بايع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة